حلقة الاسئلة والاجابة فبراير الفين وتسعة عشر اهلا بيكم زي ما وعدنا الاسبوع اللي فات ان شاء الله النهاردة هتبقى الحلقة للاجابة على تساؤلات الناس اللي سألتها لحد مبارح اول حاجة قبل ما اجاوب على اي سؤال لازم اشكر كل الناس اللي تجاوبت معايا وبعدت اسئلة وحاجة لفتت نظري يعني غريبة جدا الاسئلة مش اسئلة سطحية ولا اسئلة ناس فهمة الموضوع غلط الناس اللي سألت كلها واضح ان بقى فيه ثقافة موسيقية عندنا وبدأت الناس تفهم الموضوع علم وان الموضوع مش سهل زي ما الناس بيوحيلها الافلام وبتوحيلها الثقافة بتاعتنا انك بتمسك القلة يا عم وتقول تمزج كده تبقى خلاص يعني ما شاء الله تتسلطن وتعمل مزيكة الموضوع مش كده خالص الناس كلها بتسأل اسئلة دقيقة ومحددة ورصد للعملوه ورصد للي المفروض يحصل وقلقانين مش هيوصلوا ولا هيوصلوا طب بيعمل دي اتعال دي صح ولا غلط طب هو عايز يتقدم اكتر يعمل ايه لا 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 انت بتتكلم على ليفل دلوقتي بتاعت ناس ابتدت تعي الموسيقى وتعي العلم وبدأ عندنا ثقافة ان احنا لا هناخد الموضوع بجد وحنشتغل وهنعمل وهنوصل فانا احييكم جميعا على الروح دي وحنجاوب ان شاء الله على الاسئلة اللي نقدر عليه ان شاء الله واعتقد ان هيبقى كل الاسئلة بازن الله اول سؤال هجاوب عليه من حسام الدين حسام الدين بيسأل بيقول انا بدأت ألعب السنة اللي فاتت بيقول انا بقيت اعرف العزف صلوهات صعبة زي بس في حاجة انا ماشي معاك في كورس الار جي تي هل لما هيخلص ابقى اكون بعرف عزف اي حاجة بقى من خلال السمع ولا هو هو هيخلص امتى المفيش حاجة اسمها حاجة هتخلص انا لغاية دلوقتي من 30 سنة من اول ما بدأت الجيتار وبتعلم لحد دلوقتي لو انت حسيت في لحظة انك انت لا انت بورم كده بقى وخلص وخلص تعرف على طول انك انت اوالي حاجة انت مش فاهم اساسا الموضوع فاستمتع بالمشوار يعني هو انا مش متضايق ان انا بتعلم لغاية دلوقتي انا مبسوط دي اول حاجة تاني حاجة انت بتقول انا بدأت اعرف عزف صلوهات حلوة زي فهل الكورس الار جي تي هيبقى اه مش حبي ما يخلص بقى هو مش هيخلص في رأيي ان على المستوى الار جي تي على المستوى الرابع او المستوى الخامس رابع حتى كمان هتلاقي نفسك موسيقيا قوي وجه جيتار قوي انت ممكن يعني بعد المستوى الرابع ممكن انت تتقدم بنفسك وتعمل وتشوف كورسات وتشتغل انت مع نفسك فيها وتشوف مدرسين والكلام ده كله ولكن اه موسيقيا بعد المستوى الرابع انت هتبقى في مستوى عزف محترف فالمشوار زي ما قلتلك هيستمر معاك فترة طويلة بقيت عمرك السؤال التاني مؤمن محمد يقول لو سمحت دلوقتي انا كنت بشتري جيتار من على سوق دوت كوم فلاقيت عدد الفريت ستاعتاشر او تلاتة وعشرين يعني اي فريتس ويعني اي معدل الصوت نعم او لا ولو لقيت مسلا عدد الفريت ستاعتاشر ومعدل الصوت نعم اختاره ولا اختار عدد الفريتس او عشرين ومعدل الصوت لا ده واضح ان احاطت المعدلات دي والكلام ده ده راجل في الطراوة خلص ما فيش حاجة اسمها معدل الصوت المقياس ده انا مقابلتوش. في ارشدة الصوت دي بتتقاس بحاجة اسمها الديسبال. معدل الصوت دي انا مش عارف يعني ايه معدل الصوت νعم او لا? يعني هي اه الاجابة فيها نعم او لا. فاللي حط السؤال طبعا هو الراجل اللي حطت المواصفات دي على سوق دوتكم. يعني مش مش فاهم ما ازيكا مش فاهم جتار. طيب نتكلم. الجتار اللي عدد فريدسو تسعتاشر وتلاتة وعشرين. ابو تلاتة وعشرين ده حلو يعني. وبتاعه ونشتغل طبلاقين اربعة وعشرين. احلى مش كده? لأ انا هقول لك بقى. تسعتاشر فريد ده غيبق غالبا جتار كلاسيك. غيبق غالبا جتار كلاسيك. يعني ايه عدد الفريد تسعتاشر من التسعتاشر الاربعة وعشرين? المسطرة بتاعت الجتار ليها طول معين. ليها طول معين يقدر آآ يستحمل طول الوطر اللي عليه وخلي بالك في حتة من الوطر كمان بتبقى ماشي على جسم الجتار. طول الوطر دوت في كل انواع الجتارات ليه طول معين عشان يدي لك النغمات على على المفاتيح فريد فريد. يعني الدو تبقى دو الري تبقى الري على وزنة ربعمية واربعين هرتز اللي هي الناس كلها في العالم كله بيقيسوا الله على ربعمية واربعين هرتز عشان تطلع الله لا. وبعد كده تطلع السي والدو والكلام ده كله فكلنا نلعب نفس النوت بنفس المقييس الهرتز اللي بتيجي في ودنا ودنا تحللها اتطلعها حالها والطلعها حدو والطلعها عميل. اتفقنا فطول الوطر هيختلف من النيلون للالكتريك للبيز للأكوستيك كل نوع معدن او نوع هيبقاله طول معين عشان يطلع النغمات دي فانت هتلاقي مصطرة الجتار الكلاسيك اقل من مصطرة الجتار الالكتريك وهتلاقي مصطرة الجتار الالكتريك اقل من مصطرة الجتار البيز فكل جتار كل نوع جتار من الالواع دي بيقاله طول معين طيب هتلاقي بعض الجتارات من نوع واحد بتختلف فيها عدد الفريدس ازاي هو اللي هتلاقي فيه النموذج دوت. بصورة واضحة يعني. ليه? بعض الناس بيفضلوا ان مصطرة الجيتار اللي عليها الفريتز بتبقى قبل الاخر كويل او اخر مايك من مايكات الجيتار بفترة طويلة. هم عايزين صوت مايك دوت يجيب الرانين او صوت الفريت ده يجيب الرانين ويبقى المايك اساسا حر شوية في ان هو يطلق. ما بيقدروش يزوق المايك طبعا ناحية لانه هيودوه فين يعني هو المسافة مقفولة. فبيقصر طول المصطرة شوية. وستايلات جيتار يعني دوت ان هيبقى فيه تلاتة وعشرين فريت او اتنين وعشرين او واحد وعشرين. واخبالك وفي استايلات جيتار يقولك لا انا همد المصطرة كمان لحد الكويل لما خلاص يبقى المكروفون لازق في في المصطرة. جيتار جيتار بعض الجيتارات بتبقى كده وده مش معناه جيتار وحش او جيتار حل فهو الطول بتاع مصطرة الجيتار دوت دي بيبقى تبع الموديل لو انت بتختار من نفس نوع الجتارات. انما لو انت من اه الجتار لجتار طبيعته حاجة تانية هتلاقيه اقصرهم اقصر انواع المساطر. في بعض جتارات كمان انتجوها مؤخرا قالك لا انا مش محتاج حتى كمان النوة العالية دي اقوي كتير في الكلاسيك والاكوستيك. انا هعمل جتار صغنطوت ومحندق كده عشان هيبقى له ناس كتيرة بتحبه. الناس اللي اجسامها صغيرة والناس اللي مسلا اه ايديها صغيرة شوية. البنات مسلا العازفين المشهورين بس مش عايدي يمسي الجتار قد كده هو قاعد قدام الكاميرات وقدام المسرح هو عايز يمسي الجتار صغير كده يغني معاه او يهزف مقطوعات عليه او يهزف شوية جهاز عليه بقى مسكه في ايده بيتحرك به وكده وبتاع فالجتار اللي هو حجمه صغير دوت ابتدى ينتشر شوية وابتدى يبقى غالي كمان ينتدت ناس كتيرة تنتجه وتبيعه بسعر كويس. فالجتار المسطرة بتاد طويلة او قصيرة او حجمه كبير او قصير دوت ده بدأ يبقى اه على حسب الموديل اللي انت عاوزه على حسب اللي انت عاوزه من الجتار بتاعك يعبر عنك ازاي? اما موضوع بقى المعدل الصوت نعم اولادي مش هينفع طبعا سؤال ما يعني سؤال نعم اه نعم اولادة غلطة عند الناس اللي بيتبيع المنتج دوت وما فيش حاجة اسمها كده في علم الموسيقى. اه سؤال من احمد الجزاوي احمد الجزاوي بيقول النوتا كم محتاجة وقت? ازا خصصت كل يوم ساعة كم شهر ولا اكتر? بص انت لو خصصت كل يوم ساعة اعتقد هتبقى بتقرأ نوتا كويس في ظرف الشهور يعني ست شهور بالكتير قوي هتبقى فل الفل قوي وتحافظ بس انا عايز اقول لك حاجة النوتا ملهاش كبير النوتا ملهاش كبير هتفضل لغاية ما انت تتقدم في الجتار لغاية اخر مستوى حتى كمان هتلاقي في حاجات تحديات لك في قراية النوتا انك انت تقراها وبعد ما تقراها الكلاكية اللي بتقراها دي كلها تحاول تطبقها وتوابعك تستجيب لها في الجتار وكل مقطوعة انت بتجيبها او بتجي تعزفها انت هتلاقي كل مزورة فيها تحدي اللي تربطها ازاي بالمزورة اللي بعدها والبوزيشن من هنا توديه هنا وكده بس قراية النوتا كقراية نوتا تعرف المصطلحات وتعرف الازمينة الرئيسية وتعرف تعملها ازاي ده من كتير ست شهور هتبقى بتقرن نوتا كويس جدا انه عملت المعدل اللي انت بتتكلم عليه بعد كده بقى هيبقى التحديات بتاعت الموسيقى دي موسيقى مختلفة عندها 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 تحديات قراية النوتا بقى في انك انت في المقطوعات بقى انك تعمل دي وتعمل دي وتعمل دي وتعمل دي وتعمل دي وان شاء الله طالما انت بخدت الموضوع بجدية كده ان شاء الله اتمنى لك انك انت تبقى من الناس اللي بيقروا يعني تحط له النوتا قدامه كده وهو بعملها زي ما انت في اللغة العربية احنا دلوقتي ما بنحط حاجة قدامنا بقر السؤال دلوقتي اللي مش بفكر ده حرف وحرف مين وحرف عين وآآ 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 لأ خالص انا بقرأ كلمة لان انا خدت على القرية هو الموسيقى يحرفها كده لو فضلت تعمل الساعة بتاعتك دي كل يوم وعدتش ست شهور مسلا بتقرأ هتقرأ نوتا زي الفل لو قعدت تقرأ بقى نوتا فترات طويلة سنين طويلة وبتعزف وبتعمل هتبقى بتقرأ نوت الجيتار كأنك بتقرأ القرية والكتابة اتمنى انك انت توصل لكده سؤال من معلش الاسامي الناس اللي بتحط اسامي على البروفايلات بتاعتهم وبتبقى اسامي غريبة هحاول اقول لا اقدر عليه بس يعني بيقول او بتقول عايزين نفهم العايز يفهم يعني الصول وبيلعب كمان جيتار كمان انا فريقي في درامر عاوز اعرف ازاي يكون في تناسق في الارتجال لما لعبنا لما القرج يلعب اه والدرامر يلعب كردات وميلودي وانا العب اه انا فهمت السؤال اه الجي تيوننج الجي تيوننج ده نوع من انواع زبطات الجيتار زبطات الجيتار يعني ايه يعني بتزبط المفاتيح مختلفة شوية عن الزبطة التقليدية اللي الناس كلها هتعرفها طب ده هيؤدي لايه هيؤدي ان النجامات على الاوتار اللي انت غيرت وزبطتها هتديك نوتة مختلفة اول وطر فوق احنا بنعمله مية لأ هيخس شوية هيبقى ريه هيخس اتنين نصين يعني تون كامل يبقى ريه الوطر التاني في الغلزة اللي هو اللا احنا بنو عليه لا لا ده هيبقى جي اه فهيبقى يخس برضو نصين اه والوطر التالت في التخان ده هيبقى دي زي ما هو والوطر السول هيبقى هو سول والوطر اللي هو السي وبعدين اخر وطر خالص التحت الحد المي دوت هنعمله ريه زي اللي فوق فانت هيقرأ لو انت عزفت اوتار الجيتار كلها هتقرأ كورد السول ماجير فضية من غير اي حاجة خالص لو عايز تعمل اي كورد اي حاجة عتحط صباع بس كده صباع واقف كده زي الفريت على اي فريت يطلع لك الكورد الماجير بتاع الفريت اللي انت قريها من فوق بس طبعا لازم تقرأ من اول وجديد بقى تشوف الوطر اللي فوق ده هيتزبط ازاي يعني انا بالنسبة لي انا ما بحبش اعازف اه او ما اضطرتش اعازف اه اه زبطات جديدة لان في حاجات كتير اوي في اوبن جي وفي اوبن دي وفي حاجة اسمها اه داد جاد وآآ فاعني في زبطات كتيرة اوي فانت لو انت بقايز تزبط وبتاع هتلاقي طبعا هتروح اعمل الزبطة بتاعتك دي وتخش على الانترنت تطلع الكوردات بتاعت الزبطة وتبتدي تحفظ من جديد التشكيلات يعني فالاوبن جي انا لقيت الكوردات بتاعته سهلة مش صعبة تتحفظ يعني بقيت السؤال انك انت بتعزف ازاي ننظم عزف الفرق واحد يعزف كوردات واحد مين يعزف ميلودي ومين يعزف كوردات والدرامر آآ شغل العمل الجماعي في الموسيقى انت تخيل انها لوحة لوحة فنية لوحة فنية يعني ايه لوحة فنية او تصوير فوتوغرافي انت بتيجي تصور فوتوغرافي انا واقف وراي جناين وشجر وبتاع الكلام ده كله ايه الموضوع بتاع الصورة موضوع الصورة لوحة الفنية اللي مرسومة دي كلها انا ولا الخلفية ولا الشجر ولا عصفورة عالشجرة ايه الفوكس فيه فوكس ايه الفوكس بتاعي هل الفوكس ده مطرب بيغني ولا الفوكس ده صلوهات بتتلاقي من آلة معينة المقطوعة دي ما تنفعش الصلوهات بتاعتها تبقاش حلوة الا في جيتار فيروح الجيتار هو اللي عامل الصلوهات ويمسك الكيبورد يمسك الهارموني مثلا او يمسك ميلودي تاني موازي للميلودي اولان يخدمه بس يبقى في الخلفية بقى فانت لازم تبقى عارف مين قدام ومين ورا انت عايز تباين ايه للودن الودن برضو بتسمع زي العين كده بتشوف ابعاد سلسية الودن بتسمع ابعاد سلسية مين قدام ومين بعده مين واطي شوية بقى ورا خالص ومين ما تحسش به لانه ماسك نبض زي القلب بالضبط فانت مش تحس به الاقاع في في الاغنية دي لازم ما تحسش به وفيه اغنية تانية الاقاع هو سيد الموقف هتلاقي الناس كلها اتهزم على الاقاع ده لانه هو سيد الموقف في الموضوع ده وبقيدي الالات بتخدم فانت على حسب المقطوعة للانت بتعزفها بتحدد الالات اللي بتبقى قدام واللي بتبقى في الخلفية فممكن الكيبورد يعزف سولو وممكن الكيبورد يعزف هارموني وممكن يعزف اقاع وممكن الجيتار يعزف اقاع وممكن يعزف سولو وممكن يعزف هارموني مين فيهم بقى اللي يستقدم قدام بس طبعا حاجة الوحيدة اللي الدرامز مش عارف يعزفها اللي هي الميلودي هيطلع ميلودي ازاي وهو ما فيوش غير طبل يعني ما فيش اي قالة موسيقية معاه غير طبل فطبعا الاقاع اقاع السؤال اللي بعده زلاطن سيف بيقول يا سيدي ممكن رأيك في احسن جتارات في الرينج تلتمية لربعمائة دولار اكوستيك واللكتريك ده رينج كويس جدا على فكرة عشان تجيب جتار يستمر معك العمر يعني مش 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 جتار هتغيره او هتعدله بعد كده لأ هيبقى من ضمن مجموعتك لو ربنا ادي لك ورزقك هتجيب مجموعة يعني فيبقى ده واحد من مجموعتك انت بتفضل في حاجة في الرينج دوت لو جبت اكوستيك الاكوستيك اللي انت هتجيبه في الرينج ده يفضل ان يبقى فيه الكترو لانك انت السعر ده كويس فانت ما تجيبش جتار اكوستيك بس لأ جيب اكوستيك برضو وفيه ميكروفونات داخلة جواه بحيس انك انت توصل على طول على الميكسر وتعزف او على الامبليفاير وتعزف في الحفلات وكده دي حاجة اعتقد في الرينج دوت انت هتلاقي تقريبا من كل حاجة تاكاميني هتلاقي منهم وحتلاقي ياماها وحتلاقي بنيز من تجربتي الشخصية انا عزفت الياماها ال والسي بي اكس. اه واكتشفت ان اجمل اصوات طلعت مني على كانت من جتارات زي دي. ليه? لان هم عملوا طريقة معينة في اللي كانت تطلع الصوت بيعملوا تلات مايكات جوه الجتارات وهو احيانا مايكين يا تلاتة يا تنين في موديلات الاغرب يفيه تلاتة. طبعا بيمقل الصوت من القلبة الصوتية كلها من تحت ومن جوة ومن حتة تانية في في العمق بتاع الجتار فانت تطلع الصوت انت محتوي الجتار تماما. بيطلع كل النغمات اللي فيه. النغمات الحدة والنغمات الغليزة واعتقد يا ماها باعت كتير جدا من الجتارات بتاعتها بسبب الموضوع ده انهم عملوا تكنولوجيا دي وباعت مسجلة باسمهم يعني. الجتارات ما كل يعني الجتارات مسلا بتاعت ايبانيز بتبقى سهولة العزف بتاعتها جميلة جدا. وصوتها حلوة وعالة. بس انا يعني معرفش صوتها هيبقى احلى من يماها في في الحفلات ولا لا? ولكن يماها كان صوتها جميل جدا على وعلى الامبليفيرات. نسبة للايلكتريك. بالنسبة. ال ال الريнения التلتمائة الربعمائة دولار ده هيجيب لك كتير جدا من الالكتريك. هجيب لك ايبانيز كلها. اليما هجيب لك اليماها باسيفيكا ويمكن يجيب لك كمان يماها شبه بتاع ايديل йي ممتاز برضو. عاוה هاجيب لك هجيب لك هجيب لك بتاع الفندر ويمكن يجيب لك كمان فندر ماكسيكي مسلا. ممكان بالرنج دوت. ممكن هتلاقي اباء من جيبسون. هو كوبي من الجيبسون بس ارخص شوية. زي ما انت عاوز. اللي انت اللي انت هترغب في عزفه هتبقى اه هتقدر تجيبه بالسعر دوت يعني. اه انا عن نفسي انا ارشح لك الايبانيز. اه ويا لي اليماها. اليماها تاني جيتار في في الرنك دوت يعني في الليفل ده. فاللي تحبه واللي انت تشوفه من الموديلات بتاعتك. اه هتجيبه يعني وانا ارشح الايبانيز. برضو نفس اه صديقنا زلطان سيف بيقول وعمر خرشد. او جاب اتنين يعني شاطرين قوي في الجيتار وعاوز يشوف الصوت بتاعهم بيونتك ازاي. اه جاري مور ده راجل بيلعب بلوز مشهور جدا في الغرب في البلوز. البلوز بقى اللي هي بقى ايه موسيقى كده اه خاصة بالغرب بالذات الغرب الامريكي وكان في جنوب امريكا طلعت مع الزنوج وهنحكي عنها قصة يعني لما ما ما تيجي حلقة خاصة بالبلوز يعني. ليها صوت مميز والنغمات بتاعتها كلها اللي هي عشقها في جميع انحاء العالم. جاري مور من الاعلام اللي لعبوا بلوز وليه صلوهات جميلة جدا وانصحكم انكم تدوروا على حفلاته على اليوتيوب وتسمعوا جاري مور كان بيعمل ايه فعلا شغله حلو يعني. الصوت بتاعه صوت نوع من الصوت الجيتارات بيطلع صوت بس النيزة اللي فينه ممتدة اوي تلاقي الصوت جاري مور بيعمسك النوتا كأنه مسك مسلا اه كامانجا اورج بيطلع الصوت ليها 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 سوستين سوستين يعني امتداد طويل شوية. بيتعامل دوت عن طريق ان هو بيستعمل بدلات بال بال بالريفيرب وبالدلي بس خلي بالك جاري مور بيعز في جيتار جيبسون جيبسون لسبول وآآ عنده استعمل امبليفيرات كتيرة آآ منها المارشل آآ بعد موديلات المارشل خمسين واط تقريبا او 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 الهيد خمسين واط والسماعات تمانية خمسمائة واط حاجة كده يعني. فجاري مور صوته مش مسألة بدلات بس. هو تشكيلة من كل حاجة. تشكيلة من كل حاجة من الجيتار ومن الامب ومن البدلات بتاعت الصستين دي. قبل ده كله بقى صوابع جاري مور يا باشا. صوابع جاري مور. ايدك بتطلع ايه? آآ صوت ايدك انت بقى دي هتختلف من واحد للتاني. ومش هتعرف تطلع الايد اللي بتطلع. انت ممكن تطلع نفس الصوت. بس مش هتطلع نفس العزف. فيه ايد تانية بقى. فانت بقى شد حيلة كده وطور اسلوبك واسمع لجاري مور وغير جاري مور. وحاول تطور اسلوبك وتطلع احسن منه. بالنسبة لعمر خرشت كان بيعزف آآ اللي انا كنت بشوفه كان بيستعمل جيتار فندر ستراتوكاستر الامريكي الطبيعي. وآآ بيستعمل الصوت النقي كتير. كان بيحبه هو الله يرحمه يا. آآ الصوت الجيتار النقي عشان كده طلع المقطوعات بتاعته رأيها. هو كان طبيعته كده كبني ادم رقيق الاحساس فنان لطيف يعني. آآ فكان بيطلع المقطوعات كلها رومانسية. زي ما هو طبيعته كده ونفسيته كده رومانسية. فالمقطوعات دي كان يلزم لها طبعا الجيتار يكون صوته نقي. ما يبقاش في هو ما عملش حاجات على مسمعات يعني. ما فيش في كتير او في شغلة عمر خرشد. فكان يستعمل اللي هو دوت مع عادي وما كانش قوي كان بيبقى نفسه في الدايرة بتاعت او هتلاقيها محدودة جدا ودلوقتي اي ممكن يطلع الصوت دوت. بس الجيتار بتاع عمر خرشد كان امريكي. ايه بقى عمر خرشد? دي قصة تانية. انت ممكن يبقى عندك الجيتار وعندك والبدلات بس ما تعرفش تطلع الالحان بجمال وزوق عمر خرشد. فانت آآ حاول تتمرن كتير وتطلع عليك اسلوبك وممكن يطلع اسلوبك زي عمر. والله يرحمه ممكن يطلع احسن كمان. يعني ليه لأ? آآ سؤال من انس بيقول فيه تمرين معين اقدر قوي من خلال اصابع اليد اليسرى الصغير. اصابعي قوية واصباعي الصغير قوي. بس بقي الاصابع اقوى من هذا الاصبع وهذا الشيء يعيقني بالعزف. انس انت سؤالك حلو بس انا هجيب لك بقى كمان حاجة احسن كمان. اليد الشمال لها تمرينات معينة بحيس ان احنا نطيل آآ تحمل اليد ديت ونفصل الصغابع عن بعضها. يعني الصبع ده آآ متحركش مع الصبع ده في كل وقت على طول. شرط المخ ممكن تطلع الاصبع واحد والباقيين ما يسكتوا. ما يعملوش حركاته. فده يساعدك في العزف وفصل الصغابع ده خليك ايه اسرع. طيب نشوف التمرين دوت. بص يا سيدي. هتحط ايدك على سطح مستوي. هتحط ايدك على سطح مستوي. زال انا حطه كده. يعني انا بعملها ساعات بابقى في ميتنج. ممكن ابقى في ميتنج واعمل التمرين ده وانا ما باتكلمش في او حد بقول حاجة. بعملو عشان استفيد بالوقت يعني. فممكن تعملو كده وانت وانت مسلا في عربية وانت في سفر وانت في مدرج وانت في وانت قاعد قدام التلفزيون ممكن تعمل التمرين ده كل يوم. فالاول بتحط ايدك على سطح مستوي زي ما انت شايف كده. كل الصوابع. اوكي? وبعدين بتبدأ صباع صباع تشدوا لوحده. وتنزله. تشدوا لوحده. وتنزله. تشدوا لوحده. وتنزله. خلاص? بعد كده تبتيت تتحرك سبعين. كل واحد اربع مرات مسلا كل تشكيلة يعني اربع مرات. ماشي? بعدين تلاتة. بعد كده حاول تعمل تمرين تفصل سبعين وتسيب سبعين. يعني كده. شايف السبعين دول? الاولانة هو والرابع والتالت. اهو. بعدين التاني والرابع. وبعدين الاول والتاني سوا. ترجع تاني. تلاتة والرابع سوا. بعدين الاول والرابع. الاول والرابع اهو. بعد كده التاني والتالت. التالت ده ريخي بقوي بقى. صعب جدا حركته. وعاوز يلزق يا في التاني يا في الرابع. حتى تلاحظ الرابع بيبتدي يتحرك شوية كده يتهز شوية وانا بحرك التالت ده. فطبعا الابهام بيبقى ثابت على الترابيزة اللي انا حاطت ايدي عليها ديك. لو انا قدرت اعمل التامنين دوت واستمرت عليه يوم واتنين وثلاثة او اسابيع. في خلال اسابيع انت هتلاحز تحسن في عضلات صوابعك. وهتلاحز تحسن في فصل بين الصابع وبعضها عشان دي الايد اللي هتبقى ماشي على المسطرة. فده تمرين مهم جدا لو عملته فعلا كل يوم عشر دقايق هتستفيد جدا منه وايدك هتحس حتى بعد عصر دقايق تمرين ان ايدك مجهدة. فيه جهات بيحصل على العصاب وعلى العضلات بتاعت الايد يعني. معايا سؤال من تمام آآ اسعد بيقول ما هو تعريف الموسيقى? هل يكتفى بان يحفظ الالحان ويتقنها? ام يجي بان يدرس المقامات وفراحها? وعندي مشكلة في حظ العلامات على الجتار. من المستحيل حفظها جميعا. استطيع استخراجها ولكن احتاج الى ثواني لفعل ذلك. هل هناك وسيلة او طريقة لحفظها ولعبها بسرعة? ما وداتي الخاصة. ما وداتي يا اخ تمام. آآ سؤال جميل جدا. سؤال مهم جدا. آآ تمام بيسأل تعريف الموسيقى ايه? انا عملت حلقة من حلقات ممكن تلاقي اللينك بتاعها فوق عن ما هي الموسيقى? ايه الموسيقى دي? اعتقد ده هيبقى فيه اجابة كافية على اللي انت بتقول ايه ده? الموسيقى لوحة فنية. فيها كل حاجة. فيها الناس عليها الفوكس في المقدمة. وفيها خلفية وراء. وكل الصورة دي كلها بتنقلك فكرة اللي كانت في دماغ المؤلف الموسيقي. وكانت كمان في دماغ لو فيه كلام لاغاني. هيبقى فيه كلام الراجل اللي مؤلف وتعبير الراجل اللي قده. فكل القصة دي بتنقلك الصورة هي دي الموسيقى. هي عمل فني. احنا في بلادنا للأسف فاهمين الموسيقى ده عشان نفرفش. لا يا مش فرفشة ولا حاجة. الموسيقى مش فرفشة. الموسيقى تعبير زي اللي بيرسم. وزي اللي بينحت. وزي اللي بيعمل اي فن من الفنون. بيعبر عن نفسه زي اللي بيكتب قصيدة زي اللي بيكتب بيت ابيات ابيات شعر او بيكتب مقالة او بيكتب كتاب او بيكتب افكار. هي فكر كان عندي ناس حاولوا ينقلوا الناس تانية. بحيس تحس. هما بيفكروا في ايه? لو العمل دوت ما اضف لكش حاجة ما خرجتش منه. انك انت من جواك حاجة تغيرت. فهمت حاجة جديدة. استمتعت بحاجة جديدة. فتحت لك حاجة جديدة. ما كنت الشايفة قبل كده. تعتبر ان ده يعني ما فيش ما ما استفدتش حاجة. يعني حاجة كلام فارق. ده غبالك يعني ما احترامي للناس بتاعة اليومين دول. في موسيقى في اليومين دول هيفة كتيرة جدا. يعني ما 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 ولا هتستفيد منها حاجة بالعكس تطيع وقتك. هتضيع وقتك ومجهودك واحسن لك تعمل حاجة تانية احسن. فيه اغاني قومة افكار في وغيرت مجتمعات وغيرت ناس. بس تكون الرسالة اه صح انت بتفكر خلي بالك دي مسئولية. ربنا ما هيدي لك موهبة معينة او يدي لك علم معين. هتعمل انت بيه ايه? هل هتروح تباوز الدنيا ولا هتروح تستفيد وتفيد الناس بيه او تحاول تصلح حاجة ما كانتش مزبوطة تحاول تعدلها. فلازم تفكر في رسالتك كفنان ايه? تعمل بيها العمل الموسيقي ايه? اه تاني بقى حاجة انك احفظ الالحان وتتقنها. تحفظ الالحان وتتقنها اه ايه ايه الفرق بيننا وبين البين المكنة وبين الالة? لأ الاحساس بقى. انت احساسك كبشر ايه? انت ادتتش ده عمر الالة ما هتروح تطلعه. عمر ما هتطلع انسان حي حي في مشاعره وانت بتعزب. طيب انا بتعلم مقامات بقى ليه بقى? وفرحها والكلام ده كله. اه انت بتتعلم المقامات والفروق والحاجات دي اعتبرها كأنها الادوات. كأنها الابجادية. كأنها طريق التركيب الجمل. النح والصرف والكلام ده كله. عشان بعد كده تنزم قصيدة. انت بعد كده لازم تفكر في القصيدة. المقامات والحاجات دي مش هدف. دي ادوات هتبقى في ايدك. دي القلم والرصاص والالوان والفرشة اللي انت هترسم بها اللوحة بعد كده. الالوان عمرها ما هترسم لوحدها. المقامات مش هتعمل مش هتعمل لحن. والكوردات مش هتعمل لحن لوحدها. لازم الفنان اللي ورا الكلام ده بيرسم بالريشة بتاعته يطلع اللوحة والعمل الفني ده. ففهمني ايه ادوات مش غاية انك انت بتعرف لها الحال دي. وكل ما انت عندك ادوات كتيرة اللي بيبقى عنده طقم الوان من ميتين لون هيبقى احسن من اللي عنده طقم تلتة الوان. يعني اخذ بالك. فاللي عنده كل ما كانت ادواتك كتيرة. وكل ما انت عرفت منها الكتير. كل ما كانت لوحدك الفنية اجمل واعمق وادتلك فرصة لابداعك انك انت تتخيل حاجات اكتر وتعمل حاجات كتيرة ويبقى انت تقدر على التخيل ده. فهي ايه الادوات بس. اما حفظ العلامات على الجيتار اللي انت بتقول صعب. مفيش حد سهل عليه طبعا انت بتتكلم على لوحة ست اه اوطار في اه اتنين وعشرين فريتس. هتوقع بتحفظ مية اتنين وعشرين ده في ايه وده في ايه? لا انت بتيجي معاك بشوية بشوية بتحفظ اول تلاتة اربعة بعدين خمسة بعدين ستة شوية بشوية تلاقي السبعة بدأت معاك تلاقي بعد كده في الاخر الحاجات الغاية الفريتس الاتناشر بعد ما بقيت متقدم يعني شوية بعد مستوى الرابع مسلا مثلا بتحفظ الجزء العاي ده شوية وبالذات لما تعزف فيه مقطوعات لاخد بالك شوية بشوية زي القراءة والكتابة انت ما بتقرأ دلوقتي جملة ما بدهلك تقرأها هل بتفكر دي ريه ودي الف ودي عين ودي شعال لا خلاص انت بتوصل في مرحلة بعد كده عرفت ان اه دي دي دونش تلعبت مليون مرة وشفتها على المصطرة مليون مرة وشفتها مقطوعات مليون مرة وعزفت كتير خلاص وهو تلات اربعة سنين عزفة على الجتار هتلاقي نفسك حافز الكلام ده كله ايه وشغال عليها سؤال من الفنان صديقي بير حضرتك انا حبيت الجتار الكلاسيك اني العب ارتام وكردات بس لما اشتريت جتار الكتريك حسيت اني مش عارف اعمل بيه اي حاجة هل ده الان ده بتاع الصلوهات ولا ايه انا مش عارف الراجل كان عنده جتار اه كلاسيك وحبه جدا لاني واضح انه بيعزف بايده بايده بارتام وبتاعه والجتار بيطلع رانين وتمام التمام بيغني معاه بيعزف مقطوعات معاه هو راجل مبسوط بالجتار الكلاسيك اشترى الكتريك وفوج ان ده مش ده ما هو اه مش ده الجتار الالكتريك قاله تانية غير الجتار الكلاسيك الجتار الالكتريك غير الكلاسيك هل مش هيطلع اللي بيطلعوا الكلاسيك لا هيطلع بس اللي هي تكنيك تاني انك انت هتعزف بريشة وانك هتعزف بريشة وتطلع ارتام والارتام ديت الصوت الجتار مسلا مش هيبقى حلو مسلا تحتاج له بدلات او هتحتاج الامبليفار يبقى ليه حاجة مهارة بحيزة ما تجد تسل في الريتم يطلع صوته حلو جميل فألا ده انت بقى انت دخلت في آلة تانية خالص لازم تعرف الآلة دية تطلع اقصى اللي فيها ايه طب في حاجات في الالكتريك الكلاسيك مش هيعرف يطلعها النغمات الممتدة اللي بطلع مش عارف ايه او توصله ازاي بايفكتات هيتطلع الصوت وهيتطلع صوت مش عارف ايه وهتعمل اصوات بيه كتيرة قوي تنوعات غير الجتار العادة بيبقى فيه مايكات وبتعمل لها اللي انت شايفها ديت بتغير بيعمل مايك ده لمايك ده لمايك ده طلع كل واحد منهم صوت مختلف للجتار وتنويع كبيرة قوي غير الجتار الجتار الجلاسيك ليه استعمالات ولليه استعمالات في الفلامينكو عمرك ما هتقدر تلعب فلامينكو على الجتار الالكتريك لان ده آلة تانية خالص مش هتطلع نفس الاحساس الفلامينكو اللي عالجتار الكلاسيك فعشان كده ارجوكم الناس اللي تسأل اسئلة بيقول لك ابدأ بايه وانتهي بايه مفيش بداية وانهاية مش مش تبدأ كلاسيك وبعد كده تكمل بقى ما تكبر شوية تبقى في الالكتريك لأ مفيش الكلام ده خالص دي آلات مختلفة تماما دي آلة زي زي كانت كمان جوعود مسلا دي اعتبرهم آلات موسيقية مختلفة هم كلهم آلات منفصلة خالص هم بس بيشتركوا ان المستارة بتاعتهم والاوطار اسميها واحدة بس الاوطار دي مختلفة دي نايلون ودي معدن ودي مش عارف ايه ودي معدن تخين ودي معدن رفيع ودي بتعمل اصوات غليظة جدا زي البيز وده منما هو جتار البيز شكله جتار بس هو مش الجتار العادي وزي برضو جتار الالكتريك شكله جتار بس هو مش هو الكلاسيك دي آلات مختلفة من ابوب صروت بيقول هو لو واحد مستوى نص نص اشتري جتار حلو ولا لأ كانوا زمان بيقولولنا واحنا بليبدأ خالص وبنالكابلين بقى صابعنا بتالكابل كده وبتاعة يقول لك اه مم صد جتارك واحش الجتار نص العازف الجتار نص العازف وكون اقول اه اه احنا واحشين عشان الجتارات واحشة ما نشتري جتارات حلوة هنطير يا باشا لأ ايا دي مقولة مش صحيحة اه ابدأ بجتار يتلعب جتار يتعزف جتار يتعزف يعني ما يكونش معيوب ما يكونش هيعوق تقدمك ما يكونش هيعوق تقدمك بانه جتار وحش الاكشن بتاعه عالية او طار عالية. المصطرة بتاعته ملوحة. الصوت طالما مش مزبوط. المي مش مي. خاسة شوية او زايدة شوية. المفاتيح بتاعته بتفوت. تفضل كل شوية تزبط بقى وتعمل اضع وقتك وهتكره الجتار. لأ. انت تجيب قلة مزبوطة. من الاول خالص. اه القيمة بقى بتاعتها جتار غالي واقلت لجتار رخيص. الغالي تمنوا فيه لانه بيحطوا عليه حاجات مختلفة معدن اغلى شوية. خشب اغلى شوية. مصطرة تعالجت وتعملت مش عارف ازاي اغلى شوية اغلى شوية. الجتارات عندك دلوقتي بعد التصنيع وصورة التصنيع اللي قامت مسلا في العشرين تلاتين سنة اللي فاتت دول جتارات ممتازة جدا. باسعار كويسة جدا. فمش معنى ان الجتار رخيص ان هو وحش. لأ. جتار جتارات زي الابانيز الار جي. وزي اليامها باسيفكا. انا مش مصدق انتجوها ازاي بالسعر دوت. انت را عايز تشتري حاجات دي متفصلة لوحدها وتركبها انت هيكلفك اغلى من اللي هما بيبيعو بيه. لان عندهم طبعا انتاج عالي بكميات كبيرة جدا وبمصانع في حتة العمالة فيها رخيصة. فبيطلعوا حاجة مستحيل انت تقدر تطلعها بالسعر دوت في بلاد تانية. منها بلادنا. واخد بالك فاشتري جتار يعزف جتار جيد من ناحية موصفاته. من ناحية مش من ناحية سعره. مش غالي. واخد بالك جتار مضبوط. بس. بعد كده ما تبقى مستوىك حلو بقى. حتى لو مسكت جتار وحش. هتعرف تطلع منه حاجة برضو. بس طبعا اه مش هدود تستحمل تعزفه وقت طويلة. تقول ليه انا مش مش طيقه اساسا يعني هيكرهني في عشتي يعني. اخد بالك فبتجيب جتار اه حلو بقى زي ما انت بقيت حلو يعني وبقيت فل قوي يعني. سؤال من عبدالله سريحي. بيقول انا فاهم اساسيات النظريات الموسيقية وتعلمت جتار. بقى لعب كودات وممكن ارتجال على وبس. مش عارف اكمل بطريقة صحيحة. فامكسل اتعلم اي شيء جديد بكل ثقة. وكيف اوصل لها بالتفاصيل. بالتفصيل. اه عايز يبقى ايه المرحلة اللي اقدر اسمي فيها نفسي جيتارست. اه الراجل يتعلم اه سلم الميجر. وبعدين ببقاش ليه نفسي تعلم حاجة تانية. بيعزف بقى. بيعزف اغاني بيعزف اه خلاص. ما عندوش حماس او موتيفيشن او حث على انه يعمل حاجة. ما فيش حاجة بتدفعه انه يعمل حاجة جديدة. ما فيش تحدي. صح? انت عشان كده اعت ما 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 بتعملش حاجة ما بتقدمش لانه ما فيش تحدي. الشعوب حتى في الثقافات يعني. الشعب اللي ما لقاش قدامه تحدي بينقارد. تخيل يعني الانسان لما يرح رح يموت. طب انا هعمل تحدي ازاي? مم? غير ستايلك. تعلم ستايل جديد. تعلم قالة جديدة. يعني انت بتعزف جتار اه الكتريك. مسكتما تجرب الفلامينكو يا اخي. ممكن يعجبك كمان. ما تبيعش الجتار الاكتريك. خليه بس هتشتري جتار فلامينكو كمان او جتار كلاسيك ولعب عليه ستايل فلامينكو. طب يلعب عليه ستايل كلاسيك. اعمل لنفسك تحدي برو جرام. انت دلوقتي هتعزف مع فرقة. وهتعمل تحدي لنفسك عشر اغاني تحفظهم او عشر مقطوعات تحفظهم ويبقوا حلوين جدا. وتعمل نفسك جدول هتوصل للمقطوعات دي بعد قد ايه? بحيث بمعك برو جرام اي حد يسألك بتعزف او بتروح تعزف حفلة او بتروح تعزف قدام ناس عندك البرو جرام بتاعك انت بقيت محترف. دي اللحظة اللي انا اقدر اقولها عليك فيها جتارست محترف. لما بيبعك برو جرام من عشر خمستاشر اغنية او عشر خمستاشر مقطوعة. لا ده انت رايح معك افكار بقى جديدة. معك حاجات جديدة وتقدر تخش انت تحس تضيف او تقول لهم اعملوا كزا معايا. اللحظة دي انت جتارست. انك انت تقدر تعزف مقطوعات تقدر عندك برو جرام عندك ريبريتوار. طالما عندك برو جرام ده معناها ان التكنيك بتاعك تغير وتحسن لانك انت عشان تعمل كل اللي في المقطوعات دي التكنيك تطريد تعمل التكنيك وتمرر عليه. وتعرف انت خلاص انت عشر مقطوعات خمستاشر مقطوع يدو لك تكنيك حلو جدا. سؤال من مهاب محمد بيقول سؤال تاني عزرا يعني حضرتك قلت ان السلم الدوريان شبه الميجر بس الاختلاف في نغمة البدء. في الحقيقة ما فهمتش. آآ في ايه بالضبط? حضرتك كنت تقصد مسلا نفس الابعاد بين نغمات السلم زي ابعاد الميجر واحد واحد نص واحد 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 نص وهكذا لو بدأت من نغمة تانية هو اصلا هاوصل لشكل اخر بناء على نفس الابعاد ولا حضرتهم الدوريان بنفس الابعاد اللي هو دي مسلا وابدأ من نغمة قصد شبه اخر بينهم واسف عنيني طولت لا ما فيش اسف ولا حاجة وشكرا ليك. سؤال جميل انك اه الحلقة بتاعة الموتز مش واضحة. انت عندك سلم الدوريان شايف واحد واحد نص واحد 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 نص. اول نغمة بعد الدور اللي هي الري. تخيل انك هتبدأ من الري وهتكمل لغاية الدور بس هتعدي كمان هتعدي للري من الري للري يبقى واحد نص واحد 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 نص واحد وبعدين واحد 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 نص واحد فانت السلم اتغير خالص التركيبة بتاعته اتغيرت هو ده دوريان. انا بقول ليه هو من من السي هو هو يقرب للسي ميجر لانك انت عزفت نفس نغمات السي ميجر بس انت مرتبقى الترتيب تاني بدأت من الري بس من الري للري بس انت معلملتش اي علامة من علامات السودا او اللي هي في مفاتيح البيانو عليك فانت مغيرتش التركيبة بتاعت السي ميجر بس بدأت السي ميجر من الري من الري للري وقفت عند الري بتبدأ من الري وتقف عند الري واخبالك ده لي طعم تاني برغم انك عزفت نفس السلم السي ميجر واعتقد لو رجعت بقى الفيديو اللي احنا عملناه قبل كده عن المودز اللي احنا صرحناه ده دلوقتي هتشوف بقى الفكرة بتاعت المودز عاملة ازاي اه سؤال من اسم مش عارف اقراه استعرفة مش عارف اخي الكريم بعد اذنك بدنا نشرح خطوات التعامل مع الجيتار الكهربائي من مع بداية شراءه كتغيير الدوزان الاوتار وكيفية التوصيل خطوة بخطوة وما هو الشيء الخطئ وما هو الشيء الصح انا اعملت حلقة عن الجيتار الالكتريك واعتقد في حلقة كانت تانية انا سجلتها برضو عن ازاي تشتري الجيتار لكل الانواع فاستنى الحلقة ديت هتعرف تشتريه ازاي تاني حاجة عشان توزنه عشان تزبط الدوزان بتاعه بتاع الاوتار يعني اه مع بتزبطه بالتيونر وده موجودة حلقة بتاعتنا تنفع لكل انواع الجيتارات لو انت تقصد الدوزان انك تزبط الجيتار جيتار لو جاي مش مزبوط ازاي تزبطه بقى لا دي حاجة تانية انا لسه ما عملتش حلقة عليها لان انا ما عملتوش على جيتار ليا بالنسبة لي اعرف بتعمل ازاي بس ما عنديش الجرأة ان انا اعمله على جيتار ليا فبروح لمتخصص دايما يعمل الجيتار ده بس انا اتفقت معا متخصص ان انا هروح يوم اصور حلقة معاه وهو بيزبط جيتار فهنشوف الجيتار بتزبط ازاي وايه اللي انا اخد باني منه وانا بزبط الجيتار دوت فتمسك انت الجيتار وتزبطه انت وتجرب واحد وتعمل التاني فيعني انشوف الخبرة ديت اللي هنتعلمها اما اعمل انا جيتار من دول يعني اما التوصيل طبعا توصيل الجيتارات انا انا عملت حلقة عن توصيل الجيتارات بالكمبيوتر وعملت حلقة عن الامبليفيرات ازاي اوصل الجيتار بالامبليفير واطلع صوتم ازاي وازاي تركبت الصوت على الامبليفير فراجع الحلقة بتاعت الامبليفير هتلاقي الاجابة بتاعت السؤال. اه تعليق من يوسف ابراهيم منور يا فنان في انتظار الفيديو من السبت. شكرا يا يوسف من متابعين الحلقة الحلقات بتاعتنا على طول. وهتمنى لك التوفيق. اه عبدالعزيز الميدهان بيقول هل تعطونا دروس عن طريق والله انت مش اول واحد يسأل السؤال ده. في ناس كتيرة سألت هل تعطونا دروس عن طريق انا حتى الان ما عملتش الموضوع دوت. اعرف الناس بتعملوا. اعرف الناس بتعملوا. من الناس اللي في الغربي يعني بيعملوا ناس مدرسين جتار كتير قوي وبيدوا دروس عبر الاسكايب. وانا ما استبعدتش كده يعني من الممكن في المستقبل فعلا نعمل حاجة زي كده ويكون في تواصل من ناحيتين مش انا بقول واستناكوا تقولوا بعدها او تبعتولي او بتاع فانا نبقى فيه في نفس اللحظة للسؤال واجابة وكلام ده ممكن نعمل حاجة زي كده دروس زيدي برضو على الاسكايب. فسيبني افكر. الزنبيقة تسعة. ما هو اسم البرنامج الذي تستخدمه لانه هناك انواع كسيرة. دي اي دابليو. آآ دي اي دابليو داو بيسموها داو على طول الكلمة دي بتلاقوها في الناش اللي بتتكلم كتير داو داية يعني رقمية يعني صوت محطة محطة او محطة شغل يعني. ستوديو سوت. السوفتوير بتاع داوز دوت او اللي هو دي اي دابلي دا. آآ كأنه الميكسر فاكر زي ما انا ما تشوف صور كده او فيديوهات متسجلة في الستوديوهات وتلاقي ميكسر طويل في مئة وعشرين قناة مسلا والراجل بيسجل في قناة في قوضة وانت مهندس الصوت قاعدة عن ميكسر عمال يتحكم في اللي يعلى واللي يوطى والكلام دا كله بحط تأسيرات وكلام دا كله. الميكسر دا يا حبيبي هو الشاشة بتاعت داو ديت او المين رئيس الميكسر حتى بسمينها ميكسر. وهتلاقي في نفس الزراير الفيدرز اللي بتتحرك على الميكسر بتلاقيها برضو على عاملين بالزبط زيه. اللي كنت بتلاقي حيطة جنب الراجل مهندس الصوت عليها اللي متركب عليه الركات ديت بتاعت دي بقت حتى صورتها هي هي موجودة دلوقتي. فانت مش محتاج الاجهزة الهاردوير ناس بتزعم ان الهاردوير بيبقى افضل من في معالجة دا كلام طبعا حاليا حتى ممكن بالديجيتال في رأي تعمل صوت حلو جدا وتطلع صوت جميل جدا وليه نكهة خاصة الانالوج مش هارف يطلعها تاني. فا اه الدي اي دابليو هي عبارة عن الستوديو بتاعك في البيت بس على الكمبيوتر. اللي كان عند الناس في قوض وفلل وبتاع بتعرف ايه القصة وتتكلف ملايين. انت بجيبه بتلاتة عريفة دلوقتي تحطه على جهاز الكمبيوتر بتاعك. بس الرك بقى على المخ اللي وراء باشا هتعمل فين بقى المواهب بقى ده احنا اللي نقصنا يعني. طيب الدي اي اي دابليو اللي انا بستعملها والداو اللي انا بستعملها. انا عشان بستعمل كمبيوتر ابل. انا يعني ما ما فيش افضل للابل من حاجة اسمها اللوجيك برو. انتاجته شركة ابل نفسها فطبعا اه بيتكلم مع النظام ازاي بتاع فبقى بيبقى افضل شيء انك تستعمل منتجات الشركة في اللي هي عامل وعامل نفسه. اه ان امبر كده ما كنت بستعمل اه كنت بستعمل سونار. سونار مش معمول الابل. السونار معمول البي سي بس. وده برنامج هيل جدا. وعظيم جدا ومش محتاج مكتش محتاجة غيره يعني واخد بالك. في برامج تانية اسمها معمولة للاتنين. للابل وللبي سي. بقى وفي حاجات مجانية كمان. في حاجات مجانية بس طبعا مش هتلاقي فيها كل الامكانيات بتاعت الحاجات المحترفة يعني. وكل ما هتشتري مسلا جهاز يعني لو اشتريت مسلا جهاز بتاع اه هتلاقي جاي معاه هدية حاجة بيسموه او لايت. لايت يعني خفيف يعني هتلاقي مسلا بس يقولك ما بنعملش اكتر من مية وعشرين تراك في وقت واحد. وانت هتسجل مية وعشرين تراك في وقت واحد. وامكانياته محدودة بس ايه مش محدودة ولا حاجة هي هي كويسة جدا يعني انك انت تستعمل فانت رو اشتريت بيجي معاه الهدية يكفي انك انت تعمل به اللي انت عاوزه يعني برضو. فيش اي مشكلة يعني. سؤال من احمد بيومي. الاسم واضح انا بحب الاسامة الواضحة قوي. ازاي اعمل لاغاني عربي او ارتجال? يعني ايه? يعني موسيقى في الخلفية معمولة على تراك وانت بتعزف معاها يا ايما صولو يا ايما بتغني زي الناس كلها اللي بتغني في الفنادق دلوقتي بتاع راح مجايبش الجهاز وحطط عليه الاغنية ماينس وان ماينس وان اللي هو ايه? نقص تراك واحد اللي هو المطرب. فانو انت عايز عشان تتمرن معاه وتعزف او تأدي او تعمل ازاي تعمله انك انت بتركب على السؤال اللي قابلينا. اه بيقول اسم الداو اللي هو تببي يجيب لك تروح ومركب 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 او او اغنية ا贼 انت عايزت افصلها يعني. وتركب الكلام ده كله وتعمل الان اللي نقصة للجيتار مسلا عامل الاغنية كلها عليه. تسجل كلها عليه معدلاة التراك لواحدو بتاع الجيتار او بتاع الغناء او الانترةك الن от 화장ان انت عاوزه. بالناس اللي بتعمل دا ركب بتركب الكلام ده على على من اللي هو بيعمل الحاجات warranty ستوديوهات يعني. هتلاقي مواقع كتيرة على الانترنت بتدي لك الاغاني دي ببلاش وتحملها وتعمل بقى اللي انت عاوزها معها تغني معها انت حتى في البيت يعني فيش اي مشكلة هيا. قاسر ابراهيم بيقول هي ترياقة مش عارف هو يقصد ايه بمعنى دوت عسف تامر حسني عالجيتار او بمعنى تاني الكرد اللي هو بيستخدمه. والاستاذ تامر حسني ليه اخترع كرد مسلا بيستخدمه هو بس ما حدش بستعمل له تاني مش عارف انا ما اسمعتش تامر حسني كتير يعني اسمعه صدفة يعني انا مش بتسمع يعني. مفيش حد عنده كرد اللي هو بيستخدمه. فيه مش كرد حلو يعني هو ده اللي اكتشفه بقى فبيعزف بيه على كل عاجة في كل عاجة تبقى مقبولة. ما فيش الكلام ده طبعا قرص ده كلام مش علمي. اه تامر حسني لو هيعزف اه اجنيات ابقى في كل مقام كردات المقام اللي بيستعمله بيغني اونام المقام كرد هيبقى كل الكردات من مقام الكرد. مقام مجير اللي هو عجم يبقى كل الاغانين مقام المجير. اه هيطلع من مقام يخش مقام تاني بيتنقل بنفس احكام المقام اللي بعد. مش حد عنده كرد هو بيستعمله يبقى كرد ده الفانتاستيك بقى اللي هو ما فيش عاجة اسمها كده خالص يعني. سؤال محمد زيكاس بيقول استاذنا الفاضل كل الشكر والتقدير شكرا لك يا اخي. اه سؤال الكردات المنتقدمة زي وغيرها من الكردات المنتقدمة ازاي اعرفها في غنوة? اه زي يعني وانا بسمع غنوة او مقطوع اعرف ازاي ان الكرد ده او وهل الكردات الاساسية وماينر عادي تغني عليه وبعيد ان استخدامه هارموني شكرا لحضرتك. بص يا سيديو. الكردات السابنس والكردات دي بيسموها الكردات ممتدة. يعني ايه ممتدة? يعني انت الكرد الرئيسي بتكون من تلات نوعات. دو مي سول. يبقى ده دو ماجير. قال لك السبعة بتاعت الدول ايه? اللي هي بينها وبين الدو تون. قبل الدون. اللي هي ايه? سي بيمول. سي بيمول. لو حطت السي بيمول مع الدو. يبقى دو مي سول سي بيمول. هتدي لك طعم تاني الكرد الدو ماجير. بس دي مش في سلم الدو ماجير يعني دمنا سي عدية سي بيمول بيسموها او طبيعة. فالبيمول ديت لا ده دو ديت من سلم تاني. اللي هو ايه بقى? الله هو اعلم بقى هيبقى سلم ايه? ايه بقى سلم فا ماجير. سلم فا ماجير هايبقى دو خمسة بتاعتها. الخمسة بتاعاتها ممكن احط عليها النغمة السبعة. تحس بالنغمة السبعة ان الكرد حيران اكتر وعاوز ينزل يرجع لاولى فبيبقى تعبير اقوى للناس اللي بتعايزوا تعمل افلة. ما تيجي تقفل لحن تحط السبعة على اللي هي الخامسة النغمة الخامسة الكورد بتاعها. ففي حالة الدو مسلا يبقى لو الدو الخامسة بتاعته صول. لو حطيت السبعة بتاعته الصول اللي هي الفا مع 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 الصول هيديني صول سبن. تبقى عايزة ترجع بالزبط للدو ترجع بقوة للدو. فبتستعمل في الافلات مسلا. بتستعمل برضو لتلوين اللحن. بدلا ما يبقى الكوردات ميجر وماينر وبتاع بعض الاوقات مش في كل الاوقات بيضيف النغمة الممتدة زي السبعة والستة والتسعة والتانية. وبيضيفه كمان النغمات الرابعة. كل واحد منهم النغمات لما تضاف على الكورد التلاتة تلاتة نوات الرئيسية في الكورد ده تطلع له طعم تاني. تطلع له طعم تاني ده معناها تديك فرصة انك تعمل لحن تاني عليه وتطلع في اللحن الامتدادات تليق مع مع الكورد. واخد بالك يعني كورد انت بتلعب كوردو سول. بس انت طلعت على نجمة فا في اللحن. بس حطيت فا في الكورد. فبقى الكورد سيفن. والفا اللي ماشية في اللحن في الجزء ده تطلعها حلوة. لا على انت لوين بتدي بعد تاني خالص للمقطوعة. البيتل زي ما كانوا شباب يعني ما كانوش يعرفوا الكلام ده. لو ما ما يعرفوش بس بوينهم لقطوها. ان دي طعمها حلوة قوي. وبتطلع وبتنزل معها الاغنية دي هو في دماغهم كانوا عباقرة موسيقى. فما وصلت الحاجات دي في دماغهم. دلوقتي احنا بنحلل اللي هم بيعملوه بفطرتهم بالعلم. عشان نعرف الناس دي يعني نعمل زيهم بس يعني. واخد بالك انهما كانوا موهوبين جدا. فمش كل واحد عنده الموهبة ديت يعني يقدر يطلع موسيقى من 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 لا شيء يعني واخد بالك زي ما كده واحد يروح كاتب قصيدة بالعامية تلات اربعة تسطر وخلاص. وواحد تاني يروح كاتب قصيدة باللغة العربية الفصحى. وابيات عميقة وكلمات عميقة ومعاني ومعاني فيها سجع ومعاني فيها. اه لا ده انت تتكلم على تاني في الكتابة الموسيقية. دي اضافات اضافة على الكرد تلون الكرد شوية يبقى الوان اللي احنا متنوعة وازهة وجميلة وادوات من ادوات المؤلف الموسيقي او العازف الموسيقى. محمد خيري بيقول اه حلقة مميزة ويشرفني تسمع اغنية العبدالوهاب بصوتي على قناة من حفل فرقتي اوتار مصرية امس. اسمعت صوت صوته جميل والفرقة جميلة واتمنى لكم التوفيق ويزيد من عدد الفنانين اللي بياملوا اعمال فنية جميلة تترقى بالزوء العام واستمروا بازن الله واحنا بنشجعكم يا. سؤال من بشير. بيقول صار لي سلاس سنوات تقريبا اعزف سماعي. وتعلمت من حضرتك من يوتيوبر اخر. ينفع اكمل معك ولا لازم اتسجل بمعهد الموسيقى متابعك من سوريا. يعني سؤال ان العلم زي ما احنا قلنا مالوش نهاية. العلم مالوش نهاية. هتتعلم مني ومن حد تاني ومن حد تالت. وهتكبر وهتتعلم من حد احسن مننا ومن حد حسن واحسن. وحد اقل مننا كمان هيعلمك حاجة ما كنتش تعرفها ولا احنا نعرفها. لو تقدر في مقدرتك وانت حابب الموضوع عايز تسجل في دراسات منتظمة. سجل في الدراسات منتظمة. لو ما اندكش الامكانية وعاوز تكمل برضو في قدامك ربنا فاتح حاجات كتيرة في اليوتيوب وفي الناس اللي بتعلم في الكتب ويتعلم من كل حاجة. فالعلم لا نهاية له ولا مكان له. يعني في عازفين عزماء. عازفوا كانوا من الشارع. ما كانوش من الدراسات الاكاديمية. وفي ناس درس الدراسات الاكاديمية وعملت الشغل اللي انتوا شايفينه دلوقتي وبتسمعوه في الماليين المحطات التلفزيونية والازعية. وناس درس درس اكاديمية وبيرتكبوا جرائم. وفي حق الشعوب. وحق الانسانية. فالموضوع مش الشطرة مش بالعلم بس ولا لا ده موضوع الفن ده موضوع كبير قوي يعني. في سؤال جاي من عمر آآ سعيد على نفس السؤال دوت بس يبدو ان هو ايه كتبه. زي نعرف نستخلص الكردات من سولو الاغنية. السؤال دوت انا جوابت عليه في حلقة ازاي تطلع سولو الاغنية بس ما كملتش لموضوع الكردات. فاحنا هنكمل بقى. انت طلق صولوا الاغنية انت عرفت من صول الاغنية اللي انت عزفته انت بنسلم ايه معروفة. من البيتعذف بيها انت سهل جدا انت عارف ان ده بيطلع في الاخر لسلم فانت بتعذف النجمات بتاعت الاغنية لقيتها ماشيا مع الناداي على الحتة دي. فانت خلاص انت عرفت الاغنية من من مقام الصول مجير. مقام كرداته معروفة. معروف ان ده يبقى كزا وده يبقى كزا وده يبقى كزا وده يبقى كزا. وهتبقى الله فيه مينير. والسي هتبقى فيه مينير. والدوحى يبقى مجير. فانت بتعمل كل الكردات زي مقام اللي انت عزفت منه الاغنية ده وبيقول. بس لو لقيت نغمة من الاغنية الانساعات المزات المراحلين الشارقين. يطلع على نغمة من مقام تاني ويرجع تاني بعد كده يرجع لنفس المقام فانت تشوف النقلة دي اه لا خلي بالك النقل نقلة مينير او نهواند في وسط اللحن مثلا فبقت البدل الري ما تبقى مجير لا ده الري هتبقى مينير معانا هنا فانت تتغير بالكوردات بحيث تليق باللحن اللي تغير وبعدين ترجع تاني للنغم الرئاسية طوالما في النغمات الرئاسية خدها قاعدة انه في البداية اللحن ونهايته بيقف عند الاساس سواء الاغنية معمولة من مقام مينير او مقام مجير هيقف على النوتا النوتا بالزبط بالكورد بتاعها بتاع البداية بتاعة السلم والنهاية فانت تقدر سهل جدا بالسهولة بالبداية وانها تعرف الاغنية دي من مقام ايه بالزبط وتعرف الكوردات بتاعتها من علم الهارمني سؤال من محمد عبد الباقي بيقول اي اختلاف بين الجتار الفندر والابنيز ولو مبتدئ في مجال الالكتراك ومش اغير جتارات يعني مش كل شوية هشتري جتار هيبقى واحد بس فاتراش هكوني ابانيز ولا فندر ويمكن يقصد فندر اللي هو اللي هو النسخة الرخيصة لان لو انت بتقارن بفندر ستراتو كاستر الامريكاني المشعرفية طبعا جتار تمنه اه الف وستمائة دولار والجتار الايبانيز تمنه ومتين دولار فانت بتقارن ايه يعني اخذ بالك طبعا اختار الفندر ستراتو كاستر الامريكاني لان ده يبقى جتار غالي جدا يعني انما انت اعتقد تقصد انت اللي هو من فندر برضو اه انا في رأيي الايبانيز جتار مش هتغيره انا عندي جتار ابانيز من عشرين سنة وكان جتار رخيص ما كانش جتار غالي والجتار ده تمنه دلوقتي حوالي ميتين دولار مسلا او حاجة كده يعني اه ولازال عندي من عشرين سنة ومن الجتارات اللي انا مش هستغن عنها لاني بحبه وجتار صوته حلو وعصفه حلو وانا مناسبني فمش هغيره ففي الجتارات الرخيصة ممكن تجيب جتار رخيص جدا والابانيز كويس جدا انتاجه جتارات حيلة جدا بسعر رخيص زي ما انا شرحت في سؤال سابق سؤال من جات سعد بيقول عاوزين تكنيكات للجتار الالكتريك سواء باليد اليسرى ام بالريشة وما كام تكنيك وزي ممكن نعمل خلفية موسيقية من الدرامز والبيانو ويتعزف عليها سولو جيتار انا جواب تاع السؤال بتاع الخلفيات الموسيقية بتتعمل الخلفيات الموسيقية دي على برنامج من برامج دي اي دابليو او الداو او البرامج بتاعت الستوديوهات بتركب الدرامز وتركب البتاعة بس طبعا لو كنت فاهم مزيكة هتعرف تركب الحاجات دي لو مش فاهم مزيكة ومش فاهم هارموني هتركب الحاجات دي ازاي يعني هتعرف الخلفية الموسيقية ازاي من غير ما تكون دارس هارموني وتعرف عارف الاقاع من غير ما تعرف الاقاعات ازاي وتمشي معها ازاي وكده. طيب لو انت عرفتك كل كتاب ده هتركب الاغاني بقى بتاعتك. طيب الايد اليمين. فيه التكنيك اللي هو اللي هو فوق وتحت للريشة. وفيه تكنيك تحت 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 على طول الريشة فيه فوق 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 للريشة. وفيه تكنيكات بيسموها يعني تحت تحت وتطلع فوق وتبقى فوق فوق. وتنزل مسلا تحت تحت فوق تحت تحت فوق تحت تحت فوق تحت تحت فديك سرعات وانت بتعزف حاجات بسيطة جدا بالريشة. وفيه تكنيكات تانية بيسموها يعني مسح. عارف المسح. بتروح نازل هي نازلة واحدة بالجتار. بس مع النازلة الوحدة ديت انت بتحرك مع الاوتار. فبيديه لك سرعة عالية جدا. وانت بتطلع بتطلع لفوق برضو كأنك بتمسح كل الاوتار بالريشة وتنزل تمسح كل الاوتار نازل وطالع. دي التكنيكات بيسموها او العصف الاقتصادي. لكن تبقى اقل عدد من ضربات الريشة تقدر تطلع النغمات سريعة جدا. فتلاقي الناس كلها اللي بتعمل صلوات سريعة بقى في الهيدي مينتر والحاجات دي كلها بيستعملوا التكنيكات دي التكنيكات كتيرة جدا. وفي تكنيكات بقى النقر بالصابع على الاوتار وطلع من بتاعتها مع العصف بالايد الشمال طلع حاجات سريعة جدا وصوتها مميز بالزاد في الهيدي مينتر اللي حاجات دي تكنيكات كتيرة. آآ فيه بالنسبة للايد الشمال البول اوف ده كنت بتحط صباعين على النغمة وترفع واحد بس هو الوطر اتضرب خلاص. وفيه الهامرون انك انت بتنزل الصباع على وطر اتعزف بالفعل فانت تعمل نوتة جديدة بس دربة كانت واحدة. ازاي تعمل التكنيكات دي كلها. فاحنا بالتدريج هنقدم كل شوية تكنيك ونعرف التكنيكات داية بتتعمل ازاي. وممكن انت الواحدة كمان تسأل على التكنيكات داية على اليوتيوب وهتلاقي ناس كتيرة بتشرحها بالتفصيل وبطء. فهتقدر يعني من مصادر كتيرة جدا تقدر تتعلم التكنيكات بتاعت العصف بالريشة. في سؤال من من طارق رمضان. طارق بيسأل بيقول زيك يا استاذ عاوي الشرح مفصل بالنسبة للدستورشن والبدلات والتأثيرات للجيتار الكهربائي. بصراحة بروح اي محل عشان اشتري فبضيع ومعرفش اشتري ايه. يا طارق انت عملنا حلقات بدأنا فعلا في حلقات البدلات. انا مش عارف انتم ما بتشوفوش الحلقات اللي بننتجها كل اسبوع. نحن لسه لغاية وقته قريب كنا بننتج حاجات يعني. يا ريت ترجع للحلقات دي وتعرف البدل بيعمل ايه? والصوت وتتركب على الجيتار ازاي? ويتطلع صوت شبه ايه? وبالمناموزج العامة اللي كمان هتلاقي في في الحلقات بتاعتنا دي. السؤال اللي بعده من وسام صلحة. وسام بيقول انا بديت اتعلم سلالم وكوردات ببا مستمتعش بالتدريب. انا بحب كتير الموسيقى خصوصا نهي في ميتل والرق وبحب كسيرا السلوهات. ممكن نصائح? طيب يا سيدي. اه يا وسام انت مش عارف تتقدم في السلوهات انك انت بتعمل السلوهات بتاعتك? الا لما تعرف حاجات كتيرة زي السلالم والهارمونية والكلام ده. لو انت هتعمل انت السلو تركبه انت بنفسك. لو انت هتعزف سلوهات ناس تانية? خلاص. انت بتقلد اللي انت بتسمعه وبتعزف حاجات كتيرة. اه علمك بالخلفية الهارمونية والسلالم والكلام ده مش شرط يعني عشان انك انت تبقى شاطر في اللي انت بتعمله. احنا بنصرع بس من عملية انك انت تندج وتوصل للي انت عاوزه بسرعة. انت كده كده لو انت قعدت مع عقلتك وعملته هتكتشف حاجات وهتعمل حاجات خاصة بيك. ولكن علم في الحاجات ديت السلالم والهارمونية والكلام ده بيصرع شوية عملية انتاجك لشيء جميل محترف. اه معايا علي حسن بيقول يوجد جيتارات اكوستيك تحتوي على لما تخلي الصوت او الكابل ما فائدته تحياتي من العراق. انت حتلاقي في الحلقة بتاعتنا بتاعت توصيل الجيتار بالكمبيتر بعض الجيتارات بيبقى فيها آآ مايكروفون داخلي جوه الجيتار محطوط هي اما تحت البرج او بيبقى جوه العلبة الصوتية نفسه انت مش هتشوفه. آآ وبيبقى واصل بالفتحة بتاعت الكابل ديت. بتوصل كابل جيتار بيها وبتوصل الناحية تانية من الكابل دوت بالامبليفير او بالجهاز بتاع الكمبيتر اللي هو الاوديو انترفيس او بتوصله بالميكسر لو انت بتاعزها في حفلة وفيه ميكسر وفيه بتاع فهو وسيلة بس لنقل الصوت اللي طالع من الميكروفون اللي منتركب جوه الجيتار عشان اي وسيلة تانية وسيلة تكبير او وسيلة تسجيل. السؤال من احمد محمود بيقول شكرا لحضرتك انا عندي مشكلة مع الايد الشمال مش عارف هتحكم فيها لدرجة اني بحس ان صوابعي لازق في بعض ومش عارف هفتحهم عن بعض بالذات الصباع الصغير. احنا قلنا في لو راجعت السؤال اللي تسأل من حوالي اه ربع ساعة كده قلنا على تمرين هتعمله بانك بتحط ايدك على سطح مستوي وبتحرك صوابعك ديت عشان تفصل الصوابع. فعلا انت عندك حق الصوابع بيتحركه كمجموعة مع بعضهم مش بياخدوا على ان كل واحد يعمل حاجة اه لوحده. فانت لازم فعلا الصوابع دي كلها تملها تمرينات معينة بتقوى العضلات بتاعتها. وفي نفس الوقت الاشارة بتاعة المخ بتروح لكل واحد فيعرف يفرق نفسه عن الصوابع التاني اللي جميع متحركش في مجموعة. فانصحك بالتمارين اللي احنا شفناها من ربع ساعة. سؤال من احمد حسوي بيقول طبعا عندي اقتراح مهم انت وما يستروفولة وشمع مناورة كل الاحترام والحب التقدير لك مني من جميع المشتركين لانك تحية من الاردن. وتحية مني للاردن الجميل واهله الناس الجميلة واهل فنه واهل الشام كله اهل فنه واهل جمال ربنا ايبعد عنكم كل شر. سؤال من محمد كمال بيقول دايما عندي مشكلة وطر البي والاي. اه هو بيلعب اكوستي الجيتار وبنعشاء. وعنده مشكلة دايما مع الوطر السي والمي. اللي هم ارفع حاجة. اه بيتقطعو بسرعة واشتريت انواع اوتار كتير وما فيش فايدة. حوالي شهر او اكتر بيتقطعو. ودي مشكلة. اتمنى لاقي عند حضرتك الايجابة وشكرا انا حضرتك. ولا عشان انا بلعب اه اولا انا مش عارف انواع الاوتار اللي انت بتشتريها ايه. خلي بالك الاوتار بتاعت الجيتار الالكتريك معدنية برضو. وارخص شوية من اوتار الجيتارات الاكوستيك. فهل انت بتشتري اوتار الكتريك بتركب على اكوستيك وبتبقى اسهل في قطعها. لان انا موضوع انك قطع الاوتار بالزات الاي والبي. الاي ماشي ممكن يتقطع في في الالكتريك بيتقطع كتير. انما انا في الاكوستيك مقابلتش حد بيقطعه بالسرعة دير. فهل عشان هي اوتار معدنية شبه بعضها. البيع نفسه بيتلغبط ويبيع لك اوتار على انها اوتار اكوستيك. ممكن تجرب انك تشوف اللي مكتوب عليها مكتوب اكوستيك. لو اشتريت انواع معروفة بالجودة زي داداريو مثلا اعتقد هتلاقي كوتة الاوتار كويسة. فجرب برضو الاول تشوف اللي انت مركبها ايه. ولو ده صح شوف التكنيك بتاع عصفك انت هل انت بتحفر جوة الوطر لجوة? يعني انت بتدخل ايدك جوة كمان وانت بتنزل بالريشة عليه? ولا مجرد الريشة بس بتطلع فوق وتحت. فحاول تبقى الاوتار بتتحرك لفوق وتحت ايدك بالريشة عليها مش تحفر جواها وتنزل. تحليل على الطاير. طيب. آآ عايز اعرف الفرق بين التمبو بتاع الاغنية وزمن كل نغمة. واشكرك على مجود ذلك. شكر الله يا حبيبي. آآ الفرق بين التمبو بتاع الاغنية وزمن كل نغمة. تمبو الاغنية هو الزمن الاقاعي بتاع الاغنية كلها. يعني انت لو سمعتوا واحد مسلا بيقول ايه? حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. ده التمبو بتاع الاغنية. ده زمن الاغنية. في اغنية تانية لو انت نفس الاغنية ده لو قلتها اسرع هيبقى التمبو اسرع. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. انا صرعت الاغنية. التمبو اسرع. تمبو الاغنية اسرع. انما زمن كل نغمة ممكن مسلا آآ لايه اغنية النغمة في حتة معينة في الاغنية طالد. حبيبي 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 يا نور العين حبيبي حبيبي. ده زمن نغمة واحدة. نغمة طويلة زمنها. انما هي ماشي مع التمبو. بدل ما بتاخد عدة واحدة بتاخد عدتين في التمبو بتاع الاغنية. فقامت دي? سؤال من عماد العمدة بيقول ما هو اشهر كتب او نوتا. وانا مبتدأ جديد واحدة. وانا مبتدأ جديد آآ جيتار. اتعلم عليها وعايز اعرف الهزات الموزونة. ووضع اليد السليم لاتقان النغمات والصوت الاحترافي. آآ اشهر كتب في النوتا آآ انت اي كتب انت حتجيبها عشان تقرأ الجيتار كتب نوتا. اتلاقي آآ فيها نوتا. يعني انما في كتاب احنا كنا في مصر بنتعلم منه بس. اللي هو قرية النوتا. بس. مبتعملش بيه اي حاجة تانية قالص. كان اسمه بونا. بي او ان اي. الكتاب ده كان رخيص جدا غالبا ان هو منسوخ يعني او بقاله سنين طويلة. وبيستعمل في تعليم الاقاع. آآ اللي هو اقاع النوت يعني اقاع النغمات او الغناء. آآ اللي بيبقى فيه تمارين متدرجة من الاسهل للاصعب. وبتلاقي في الاخر نفسك بتقرأ حاجات صعبة جدا يعني واخد بالك بانك انت بتعرف تتميز النوت اللي بتبقى المدرج ايه? وزمانها ادي ايه? الاول لازم تبدأ بحاجات سهلة لان هياخد منك وقت تعرف النوت اسمها ايه? وزمانها ايه? فهتاخد منك وقت شوية ومع الوقت تلاقي نفسك بتصرع. آآ لو اتبعت معانا المنهج بتاع انا هحاول احط تدريبات على العس فهيبقى فيها تدريبات كمان سولفيج. انك تقرأ آآ بالتدرج يعني احنا بتدي نقرأ بالتدرج بس صبرا علي بس احنا ما كتبناش حاجة لسه يعني ما كتبناش بادنة اي نوت هناخد كتابة النوت ازاي? وهناخد قرأة النوت ازاي? يعني اعملت ست حلقات بس في قرأة الازمنة بتاعة النوتة بعد كده ان شاء الله هندون وحنقرأ بقى سطور بتاعة موسيقى يعني. فخليك معايا ان شاء الله او خليك معايا بازن الله وان شاء الله هنقدم الحاجات دي في المستقبل. سؤالي سؤال من علي معوش بيقول لو اشتريت جيتار ودفعت فيه تمن غالي مع مراعاة اني بحافظ عليه. كم المدة اللي ممكن يبقى فيها الجيتار قابل للعزف والاستعمال? جاوبني لاني موسوس والله. ما تتوسوس كده. آآ يعني انت عايز تقول لو انا اشتريت جيتار معقول وتمن كويس وجيتار كويس. هيعيش معايا قد ايه? والله يا ابني انا بقى لي عندي جيتارات بقى لي عشرين سنة وشغالة يعني. شغالة مفيش اي مشكيل فيها. الجيتار بيقعد في العمر كله. في جيتارات موجودة دلوقتي بتتباع آآ بتتباع بقى ايه كمان بقى سعار غالية بقى بقيت حاجات الاقتناء كمان يعني بتاعت فنانين مشهورين وبتاعت ناس كتيرة وبتاعت ناس عادية من الخمسينات ومن الاربعينات وكل ما كل ما غالي تمنوا لان جيتار بيبقى بتاعه حلوة قوي يعني. فما ما فيش عمر الالات ديت الا بقى يعني بعد ما عمرنا يخلص احنا يعني ممكن احنا عمرنا يخلص قبل ما الجيتار نفس عمره يخلص. فما تقلقش من النقطة دي واستعمل الجيتار بتاعك وحافظ عليه بس ما يقعش وما يتخبطش ما تدوش لحد مش فاهم حاجة يمسكه زي الشو ما يوقعه لك. آآ فيعني لو حافظت على الالة بتاعتك ان شاء الله تعيش العمر معاك. سؤال شكرا على وجودك العظيم عندي سؤال او نصيحة عن ارتجال السولو. ازا اتطور في جمل موسيقى من سلم واحد او اكثر كجزء مميز لقونية. السؤال دوت هو بيصب في الكلام اللي احنا بنقوله. طب انا بتعلم سلالم ليه? وبتعلم كردات ليه? وانت واجع دماغنا وعمل لنا سلالم ونحفظ ونتمرن وكل ده هيكتر بعد كده. العلمي في حد ذاته بالحاجات ديت مش الغرض منه مش لكي تتعرف السلم ده وخلاص وتعزف السلم وتتمرن عليه. لأ. ده هو دوت ما هتتمرن عليه مرة واتنين وتلاتة والكردات بتاعته الكلام ده وتتخزن جوه نفسيتك. هتلاقي بعد كده ايدك بتطلع بالالحان اللي ماشي على السلم ده. فانت بعد كده بتبتدي اما تيجي تلحن حاجة او تيجي تعمل سولو الاغنية. انت عايز تركب سولو زي من كلامك كده اللي انا فهمتو. بتبتدي تعزف الكردات بتاعته الاغنية وتفضل تعزف معها وتفضل تعزف معها شوية بشوية. تلاقي في وسط العزف بتاعك اللي طالع من عزفك على السلم ده. حت الجملة حلوة كده عجيب. اوووووه تروح لقدي دات تبتدي تركب عليها بقه حاجات تانية وتبتدي تزود عليها فتعمل موضوع موسيقي جملة جملة وجملة وجملة وردها وبعدين في القاية تروح تقافل بتعمل سولو متكامل. فهو بس السلالن والكردات والشاجات العلم بيها بيدي لك البداية انك هن amazing عليها بعد كده الافكار هتيجي من نفسك انت انت بتفكر زي وانك حابة ايه وعملته وانت وانت بتعذب به او وروح طلقته ومثبته. فاحنا بنبدأ كده لما بنبقى بنجي لحن حاجة او بنعمل سؤول اي حاجة. اه من خالد حداد بيقول مساء الفل اول انا بتعلم بيانو باخد المعلومات منا كثقافة موسيقية عامة. وفيما يخص البيانو كنت عايز اعرف كوردات السلالم من جميع الدرجات لو امكان. وعلى فكرة انا كنت بحضر حفلات احمد سلام وهو صديق عزيز علي. واول حفلة حضرتها كانت في الهناجر سنة سبعة وتسعين على ما اتذكر. كانت فرقة رائعة ومزيكة عالية. تحياتي لك وشرحك الجامد جدا. خالد انا انا يعني انا اللي سعيد ان انا لقيت حد من اه الناس اللي فهم موسيقى من زمان. وكانت بتسمع ويعني ده سمع حاجات مش كل الناس كانت تعرف الموضوع دوت. احمد سلام كان من الفنانين الممتازين. اللي عملت معه مشروع موسيقي كان يمكن مشروع عمري. يعني كان الموسيقى اللي عملتها مع احمد معلمة في 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 قلبي ووجداني ويمكن معلمة في كل المجموعة اللي كانت شاركت في المشروع دوت لحد للوقت واحنا فكرين وعارفين وعندنا الموسيقى اللي احنا اللي احنا عملناها دي ونأمل ان احنا في يوم من الايام آآ نقدر نعملها تاني او نقدر نعلم التجربة بتاعتنا لناس تعملها وتعمل حاجة احسن منها. فالماضي الجميل بتاعي دوت انا انا بصراحة اشكرك ان انا انا كنت فكرتيني بالموضوع ده. طيب انت عاوز تعرف كردة سلالم البنتاتونيك من جميع الدرجات لو امكن طيب سلم البنتاتونيك سواء ميجر او ماينر بنتاتونيك ليه اصل ليه اصل اللي هو الاصل بتاعه ايه سلم الميجر او السلم الماينر ببلا فانت حتشوف الاصل بتاعه سلم لو سلم مسلا سي ميجر الاصل بتاعه سلم سي ميجر وفيه نورة ما بتعديش عليها فيه نورة ما بتعديش عليها اللي هي النورة النص تون يعني هيبقى مسلا دو ري مي بين المي والفا نص تون يبقى انا مش هلع بالفا يبقى خلاص يبقى دو ري مي وبعدين سول بدلا فا بعدين لا سي عدي تون دو طب السي والدو في بينهم نص تون حشيل السي. فيبقى يبقى دو. ري مي صول لا دو. طيب انت شوف المجموعة بتاعت الكردات اللي انت بتركيبها على السلم. الكرد الدو هيبقى دو مي صول. الدو معايا والمي معايا والسول معايا. يبقى الكرد السي مايجر هيبقى معايا في البنتاتوني. طيب الري. ري فا لا. يبقى الري والفا. آآ. الفا مش معايا. يبقى لازم الفا دي تستبدل بآلة تانية يا اما تلعبوا ريلا بيبقى الكورد باور كورد اللي هو الاولى والخمسة زي ما لو خدناها في حلقة كوردات القوة الاولى والخمسة بتعمل حاجة معها باور كورد يا اما بتعزف الكورد ده باور كورد يا اما بتضيف عليه اضافة تانية بتعمل تلات نوت بس مش هيبقى لا الفا دي مش معاه فدي بتبقى الكوردات تعملها بقى انت مع نفسك كده وتقعد تجرب وتشوف هيطلع كوردات البنتاتونيك ايه السؤال اللي بعده من سان رايز اه هي بتقول انا باعزف مع نفسي كويس لكن قدام حد بغلط كتير وبتوتر وبيطلع عاصف النشاز مش عارف اعمل ايه لان اصلا شخصيتي كده حتى لو كلمت مع حد بطلع عاصف الكلام اه كلنا كده يعني غالبا الفنان ده بيبقى حساس ورئيق مش بيبقى يعني بيواجه على طول كده الناس واخد بالك واخد بالك فالموضوع ازاي العاصف بتاعك ده وتم تعزفه قدام الناس ما تتلخبطش اول حفلة عملتها في حياتي اه اول مرة طلعت على على المسرح وشفت الجمهور نسيت كل حاجة نسيت كل اللي انا افتكرت والبروفات اللي عملناها والعاصف الجمهور ما حسش بكده ليه بقى لان انا كنت قابلها باعزف مع فرقة اه كبند يومي يعني بنازف كل يوم في مكان معين في مطعم معين فكنت خدت بقى على الموضوع ده فايه كان عندي القدرة على اين نفصل في مفتاح كده بفصله انسى الناس خلاص وركز تاني بقى في اللي انا بعمله ده ودور على مشكلتي مع اللحزة اللي انا هفتكر فيها الناس قدامي والقعد قدامي خمس تلاف واحد خلاص يا خلصت علاق نفسي بتلخبط ومتلعبك والكلام ده كل فالحل في الموضوع دوت لكل الفنانين مش ليك انت بس ولا لي انا بس اه انك انت الاحتكاك بالمستمعين الاحتكاك بالمستمعين ازاي بقى انت هتاخد وقت معين انك تعمل اه المقطوع معين يعني فيه مقطوع انت هتتدرب عليها او اغنية معينة هتتدرب عليها صح كده بتوصل بعد وقت معين انك انت تتقنها تعملها صح مع نفسك من غير غلطات ماشي دي علم هالي واستاذي في الموسيقى يعني قال لي انت هتحتاج وقت قده بالزبط قد الوقت اللي انت تمرنت من الصفر لغاية ما تعلمت المقطوع دي انك تعملها صح الوقت ده علشان تعملها مجرمة تطلخبط قدام حد شوفي تخيالي يعني الوقت بتاع التدريب يبقى 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 فيه وقت الغاية ما توصل ان تعملها كلها صح وبعد كده قد الوقت ده كله مرة تانية تعملها صح 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 عشان تقدر تعملها قدام حد من غير ما تطلخبط طب انا اعمل الموضوع ده من غير ما تطلخبط ازاي ابتدي اخد ثقة في نفسي ازاي من في الموضوع العزف ده اولا ابتدي اعزف للقريبين منك بابا ماما اخواتك اصدقائك المقربين مش هيتحكوا عليك ما فيه اصدقاء بيبقوا رزلين يعني يعني اه كان فيه اصدقاء في الاول خالص لو كنت سمعت الكلام ما كنتش هكمل على الجيتار يعني كانوا بيبقى انتقدوني على طول كل مغلط واعمل وبتاع بس انا كنت عارف ان لأ مش ده مش دي القصة يعني المقربين منهم كانوا بيشجعوني الاصدقاء الكويسين المقربين اللي بيحبوني كانوا فعلا بيشجعوني فحاول تنقي او تنقي حاول يتنقي الاصدقاء دول تجربي فيهم العزف ده هتعزفي مرة اتنين هتعزفي مرة في عيد ميلاد وهتطلخبطي مش هتبقى مشكلة لحدش هيقول هيمساكلك يعني غلطة لما لو غلطتي في مصرح قدام ناس دفع فلوس تذاكر لأ فيها هتبقى مشكلة فاتمرني في الابلاش الاول ومعليش وشوية بشوية حتى ما هتغلطي مش هتصيبك الهلعة يعني اه الفنان ساعات ما فيش حد كامل وما فيش حد انا شفت الفنانين كبار في مصر وفي العالم بيغلطوا اثناء العزف اثناء العزف والتسجيل كمان في محطة من محطات الاهم من المحطات وفرقة من اقوى فرق العالم كانت ساعتها وضحكوا بعدها البنت كانت بتعزف بيانو وعملت نوتا غلط فاخوها كان في الباند في الباند يعني فراح تضحك بصص المتفرجين وقال جاز فراح الناس دحكة والناس ضحكت وهي كسفت شوية والساح مرة بعدين ضحكت ايه كمان وراح عملت كده بايدها الاخوها يعني وبعدين راح تكملت بتعزف حاجة تانية فان الانسان يعزف نوتا غلط او يعزف حاجة غلط ده احنا مش مش كاملين بس بعد الغلطة دي تستوعبها ازاي ده الفرق بين الفنان الكبير وما بين اللي لسه بتلخبط فحاول انك انت تعزف الاول قدام الناس القريبين وحاول ما تكسفيش من الغلطة بتعمل الغلطة وتعديها وتكملها عادي وتعمليك وسقتك في نفسك قدام الناس هي دي اللي بتوحي للناس ان لا ده مفيش حاجة غلطة كله تمامية فحاول دي بتيجي بالتدريب وبالعصف قدام الناس سؤال من انمار عزيز وهو صديق لينا من زمانة يعني شكرا على متابعتك يا انمار انمار بيقول حابب اسأل هل في طريقة اقوى اقوى فيها طريقة اقوى فيها اذن الموسيقية بحيس اعرف نوع النغمة عند سماعها واقصد بذلك لو حد عزف نغمة دو فاريد ان اميز ان هذه دو وليست نغمة اخرى انا حاليا اميز نوع المقام ولكن لا اميز درجة ركوزه لاحظت كثير من الموسيقيين يميزون النغمة الوحدة وركوز المقام سماعيا وهذا ما اطمح له واحد اسمه انس العبسي بيقول كده طيب آآ كلامك عميق قوي يا انمار فعلا آآ ده علم بيسموه يعني نغمة النغمة الدقيقة النغمة الكاملة انا قابلت في حياتي كلها سواء برا مصر وجوه مصر آآ شخص واحد فقط عنده ده اللي هو يعرف النوتا اسمها ايه وهو مديني ظهره آآ هو عازف الجتار المصري طارق حمودة من 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 اهم الناس في المصر اللي بتاعز الجتار معرفش في ناس كتير عارفها ولا لأ ولكن آآ طارق من 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 امهر عازف الجتار مش العازف الجتار بس اللي عنده كمان ثقافة موسيقية اللي انا قابلتهم في حياتي طارق بعد جاب كورس من 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 برا من بيركلي وكان بيتمرن عليه على ما اعتقد انه كان من بيركلي وكان بيتمرن عليه فضل يتمرن عليه لغاية ما جاب آآ اما طلعت برا لقيت ان من كورسات الكلية بتاعت المسلا الموسيقى العليا في بريطانيا او بتاعت الجاز في امريكا آآ مادة اسمها فانت عازف الجتار اللي بيبقى كويس قوي برا او اللي بيدرس دراسة عالية بياخد داوت. بيبدأ بانك انت تبتدي بتتعرف مع الى نوة تبتدي تقارنها بنوة تانية وبعدين بالنوة التانية دي وبعدين بتيجي بالتدريب على طول. بيعارف النوة التانية العلاقة بينها وبين النغة اللي انت سبتها فمقك ايه وتبتدي شوية بشوية وبكتر العسف وكتر التدريب عليها تعرفها. في حاجة بقى تانية اقلي منها شوية يسمعها الذي هو ايه النغمة المقارنة . يعني لو انا اديتك عالبيانو دلوقتي نغمة من الطبقة دي. وقلت لك اديني الخمسة بتاعتها. فانت اتعرف واحنا في بدأنا في الموضوع دوت بنتدي النغمات والمسافات بتاعة الجيتان هو بيبدأوا في الكورسات بتاعة اللي هي بتاعت الجامعة. بيتدقوا بال ده على ما ما توصل للجامعة تكون عرفت فعلى الاقل انت بتدخل الجامعة ومعاك بعد كده جوة الجامعة بقى لو بتدرس جاز لو بتدرس موسيقى كلاسيكية متقدمة بيبقى مطلوب منك انك انت تعرف الحاجات دي. فكل ده بالتدريب. كل ده بيجي بالتدريب سواء سؤال من محمد احمد بيقول ايه الحل اللي عمله عشان انزل بصابعي صحة الاوطار خصوصا اوطار البيز من غير مكت من الاوطار اللي بعدها. اه انا عارف المشكلة دي بتبقى كتيرة في الناس المبتدئين يا محمد انك انت بتعزف بتبصم على الجيتار. بتبصم على الجيتار مش بتخلي صوابعك زي المطرقة. صوابعك زي المطرقة تنزل على الجيتار. واحيانا بعض الناس بتبقى صواباحة شوية ادخن. واخد بالك. بس اوعد عوقك عن الجيتار لان لو صوابعك حتى تخينها في عزفين جيتار في كتير جدا. اه صوابعهم تكينها وبتنزل تعزف ما فيه اي مشكلة. يعني ما ما عندهمش اي مشكلة في الحاجات دي شفت ناس بتعزف حتى على الجيتار صغير والابتو صغيرة بس بيعرف يدخل صوابعه ازاي بالزبط بين الاوطار يطلع النغمة صح. فهو بكتر التدريب دي هتختفي. بس انصحك ما تبصمش على الاوطار. ما تبصمش على الاوطار كده. دخل الاوطار براس الصباح كأنك بتطرق عليها بمطرقة. دي اللي هتحللك المشكلة دي وتمرن عليها انك تكور ايدك وانت بتعزف. كل ما تكور ايدك وانت بتعزف كل ما هتدي لك النوتة صح. طبعا اشهر اشهر الناس بتبدأ في الموضوع ده بتاع الكلاسيك. لانك لو بصمت كده هتزل الاوطار كلها هتزلنا وتبع شكلها وعيش قوي. فبتغتخيل ان فيه كرة موجودة في ايدك وانت مسكها. والكرة ديت وانت بتعزف دامن بتحافز على الشكل المستدير بتاع الايد دوت وانت بتعزف في الجتار الكلاسيك. فده وقت بيخليك تتعود على ده في العزف. هو عزف بس هتتعلمه وتدرب عليه وهتكمل وهتبقى كويس ما تقلقش هنا. سؤال من بيقول ازا اردت ان اصبح مطرب مشهور وشارلي بوث كيف ابدأ? تحياتي من العراق. هو عايز يبقى مطرب مشهور زي الرجل اسمه شون منديز او شارلي بوث. اولا الغناء يعني ده بالزبط آآ خامة قماشية صوتك. قماشية صوتك حلوة تنفع ولا لأ? تاني حاجة القماشية بتاعت صوتك دي الحنجرة دي هيعتبرها اوتار الجتار. اوتار الحفال الصوتية بتاعتك دي هي اوتار جتار بالزبط. هتتمرن على الاوتار دي وتعزف نوتة الري والمي والفا هتطلع الاوتار بتطلع دو وري ومي وفا على الجتار. فالاوتار بتاعتك دي اوتار الصوتية بتاعتك دي وحنجرتك دي ازاي نفس يطلع وزا يتحكم فيه وتطلع النغمة صح ده بالتدريب برضو ففيه كورس غناء يعني فيه كورس غناء طبع اي 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 اكاديمية علمية بتاعت موسيقى برا في العالم بيدو غناء برضو. فبتلاقي الغناء بتاع غناء بتاع الغناء بتاع بيركلي. آآ وبتاع اللي بيحصل انك انت بتتدرب على الحان معينة وتفضل تعمل الحان معينة بالزبط زي هي من مكتوبة وتقرى نوتة. وتقلد الاسوات اللي طالعة دي بالزبط وطلع الصوت صح والنغمة صح وبعدين تبتدي تقدى احنا في الموسيقى العربية ببتديوا قدوا موشحات وقالك الموشحات دي اكتر حاجة فعلا بتخلي الصوت يعني امرن وانك انت الغناء القديم في الموشحات بيخلي صوتك اتمرن كل الناس اللي بقت آآ ناس بتغني مشهورين يعني آآ عبدالحليم حافظ عبدالوهاب آآ آآ الناس ديات كلها اتدت تتعلم بالموسيقى التقليدية العربية وغنوا موشحات وهم صغيرين وغنوا تقطيق وحاجات من ايام ساعد درويش والكلام ده كله فمرا صوته خلوا خلوا العضلات بتاعته والحنجرة والاحبال الصوتية كلها مارنة بتطوع حسب اشارة المخ اللي بتجي لها تطلع النغمة الدقيقة صح غنم كتير واتمرن كتير واتمرن يفضل معه استاذ بيغني لان حتى النفس عشان تقدر تطلع النفس وتقدر تخلي الغنوة آآ مخارج الالفاظ بتاعته بتطلع منين واستاذ الاصوات هيدي لك الكلام ده يقول لك الراه بتطلع من هنا وسقف حلقك يبقى ازاي ومناخيرك تبقى ازاي وحاجات دي كلها وده الصوت ده بيطلع فيه شوية منه طلع من 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 الحتة بتاعت المناخير شوية فانتا تقوله كزا ويطلع كزا طب تاخد النفس امتى وتتوقف عن نفس امتى طب امتى تتنفس بين ابيات الاغنية اللي انت بتعزفها او بيتغنيها بتقسم الكلام ده كله بتعرف تاخد النفس امتى وتاخده من غير ما تعمل مش هاااااااا وتغني لأ فانت تبقى عارب بالزبط انت هتاخد النفس امتى والكلام ده فالغنى علم زي زي العصف بالزبط فافضل فاضل انك انت تشتغل الغنة ده مع مدرس آآ بيسموه مدرس غنائي سؤال من مؤمن محمد بيقول يا ريت حضرتك ترقم الفيديوهات او ترتبها بقوائم تشغيل. يا ريت رقامة زي بقى الكورسات بحيس ما انتهش وسط الفيديوهات ممكن حضراتك تستخدم جيتار اكوستيك تبقى تقول ايل في الفيديو. وشكرا. بص يا مؤمن. اه لو انت تبعتني من اول ما ابتديت هتلاقي اول فيديوهات انا فكرت قلت هو اول واحد هيبدأ في الجيتار ومعه جيتار او عايز يشتري جيتار يعمل ايه? اول حاجة يشتري جيتار. وبعد كده يبتدي يدور على الاول حاجة يزبطه. فانت هتلاقي الحلقات المرقمة من الاول هتلاقي مشي بالتدريج بالكلام ده. فانت حاول تبص الطريق بتاعه فين? وتشوف الحلقة دي في الاول ولا في الاخر وهتلاقي فعلا المواضيع كلها البداية اللي في الاول هتلاقي مناسبة جدا انك انت تبتدي بها. طيب قوائم الفيديوهات الفيديوهات متقسمة بقوائم انا بقالي شهرين تلاتة مقسمة في قوائم. فيا ريت تشوف القوائم هتلاقي قايمة خاصة بالاساسيات. تي حاطت فيها الاساسيات اللي يعرفها لازم يعرفها اي حد. وحاطت قايمة بكورس الار جي تي. وحاطت قايمة بالنوتة. وحاطت قايمة مسلا بالاغاني. حتى الاغاني حطتها في قايمة الوحدة. فروح ارجوك للقوائم بتاعت القناة بتاعتنا وشوف القناة ماشي على القوائم شكلها ايه. لو حستعمل جتار اكوستيك تبقى اي الفيديو ما هو قدامكم يعني ما انا بقال عايزفه قدامكم ان انا بعزف جتار اكوستيك. يعني لو انا بعزف كلاسيك بيبقى قدامك ولما بيعزف الالكتريك بيبقى قدامك هو الجتار اللي بيطلع معايا في الفيديو هو هو الجتار اللي عزفت به في الفيديو. يعني انا مش بعزف بجتار تاني وبعدين اسجل واعمل لك جتار تاني بحاجة تانية. هو الجتار اللي قدامك في الصورة هو ده اللي انا عزفت به ايضا مقطوعة ولا لو كانت مسلا غنية ولو كانت مقطوعة وتدريبة واي حاجة بيبقى نفس الجيتار اللي قدامك في الصورة يعني. سأل يعيني سؤال وقامت عليه خناقة كبيرة. مش خناقة لأ يعني ام جدل يعني. يعني آآ الراج بيقول انت ليه دايما بتشرح مش انت ليه دايما مش بتشرح لمبتدئين او للليفل المتوسط. اغلب فيديوهاتك ما بتتفهمش بالنسبة للمبتدئين او بتاعهم متوسط. لكنك بتشرح بس لمحترفين. سؤال تاني. ازاي بقدر اعرف كردات اغنية معينة? لو جوابك هو السلالم. فريد بقى تعمل فيديوهات عنهم. على الهم ومتحياتي ليك وبالتوفيق. يا مستر وايت والله انا انا بعمل للجميع. يعني انا بعمل للجميع. مش كل الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات بتاعتي زي ما انت قلت كده فعلا او مستوى متقدم. بيبقى فيه مستوى مبتدئ. ففعلا ليهم فيديوهات انت بس مش عارفت وصلها. فزي ما احنا قلنا في التعليق اللي قبل كده. في قوايم للفيديوهات. قيمة خاصة بكزا. قيمة خاصة بكزا. قيمة خاصة بكزا. الاساسيات دي الاساسيات دي لازم الكل يعرفها. فانت دور على الاساسيات. لو انت رجعت حلقاتي بالتواريخ كمان هتلاقي الحلقات ماشية بالتقدم. يعني الحلقات القديمة قوي هتلاقي الحلقات دي جالبا موجهة للمبتدئين. وهتبدأ بعد كده تتقدم كل ما تعرف منها اكتر كل ما تلاقي حاجة عالية شوية. بس في نفس الوقت حتى في الحلقات القديمة كنت بدي حاجة برضو للناس اللي عارفة الاساسيات بس مش عارفة تتقدم. فبديها حاجة شوية متقدمة شوية بتدوا يشتغلوا عليها. فهو الموضوع رحلة يعني واخد بالك. فما تفزعش كده. انا مش بشتغل للناس المتقدمة بس. والله ده انا بالعكس. انا انا يهمني انك انت كمان كمبتدئ تبدأ وتحط تمسك الجيتار وتعزف عليه. عشان تبقى متقدم. عشان ما اخسركش وعشان ما خليش واحد كان ممكن يبقى فنان كبير يضيع مننا. بسبب غلطتي انا. بسبب ان انا عملت غلطة ان انا وجهت كلامي لمتقدمين بس. بس برضو لازم تعمل حسابك ان في ناس متقدمة برضو. لو انا مدتهمش حاجة تخليهم يكملوا فترة. الناس دي مش مش هتقدر تلاقي حاجة. ممكن يزهقوا برضو. ويمشوا برضو. وبخسرت برضو ناس متقدمين. فانا بحاول ارضي اللي اتنين. شوية بتلاقي من دوت وشوية بتلاقي من دوت. الكورس اللي بادي معايا من الصفر كورس الار جي تي. انت لو دخلت على البلاي لست او قائمة البلاي لست بتاعت هتلاقي المستوى التمهيدي المستوى الاول ولسه شغالين في المستوى التاني. كل مستوى من دول ممكن ياخد منك ست شهور او سنة تشتغل عليه فما تستعجلش. تاخد الكوردات وتفضل تفصص فيها فترة طويلة. هو الموضوع بس عاوز صبر. انما انك تمسك الجتار وتحط صوابعك عليه ازاي? وتعمل كل الكلام ده احنا قلناه في حلقات قديمة قبل كده. ومنهم كمان السؤال اللي انت سألته اللي بتقول لو عايزة اعرف كوردات اغنية ما احنا قلنا زي تطلع كوردات اغنية من السلم. ما احنا بتعلم السلم ليه عشان تعرف المقام بتاع الاغنية. لو عارفت المقام هتعرف كوردات المقام ده ايه? فهتعرف لو انا الاغنية ديت انا واقف فيها في اصبوعي على نغمة الريه. لو عملت كورد ريه في اللحزة ديت هيبقى ري مينير ولا مجير ولا دي منشت ولا هيبقى ايه بالزبط? فانت بتبقى عارف من معرفة السلم نفسه الكورد ريه ده هيبقى مينير. فلازم ما ينفعش غير مينير. الا لو الراجل غير في اللحنة حاجة بعدها. وطلعك على مقام الري مجير فانت بريه هيبقى مجير عشان ينقل له اللحنة الجديد. كل الكلام ده من علم الهارمون اللي احنا قلناه. وهتلاقي في حلقة ازاي يطلع كوردات اغنية. او ازاي يطلع اغنية. هتلاقيها موجودة عندي في حلقة عملتها قبل كده. ومعلش ما تزعلش من الناس اللي ردت عليك لان الناس ردت دافعت قالت لا احنا بدأنا معامل من البداية وكملنا. فده معنا ان الناس بتقولك بس ان الحلقات كان فيها في البدايات. فانت هدور على الحلقات بتاعت البداية ديت وهتلاقي انها هتساعدك زي ما ساعدتهم بقوا ان هما مستوى متقدم من البداية. فده معنا الحلقات موجودة يعني فما تقلقش. ولو احتاجت اي حاجة ابعت وانا وانا اسألني وانا هرد عليك. سؤال سأل عامر حسن بيقول كم المدة اللازمة لاصبح عازف جيتار محترف. السؤال ده كلنا سألناه نفسنا عشان تبقى فاهم. ده اول سؤال سألته المدرس الجيتار. اول مدرس في حياة اشوفه. قدامي قد ايه عشان اعزف اللي انت عزفته ده. قال لي خمس سنين. كنت ااخد الجيتار بتاعه اروح ابيعه وخلاص واعد بقى يا. اخد بالك. طبعا كلام مش صحيح يعني هو عمل شوية كردات كنت بالزبط بعد سنة بعزفها. هو اخطأ في التقدير ده. طول ما انت عاوز الهدف ربنا حيوصلك ليه. طول ما انت عاوز الهدف وبتعمله ربنا حيوصلك الهدف. هو هتفكر انك انت هتضل يعني. اه اعتقد انك انت بعد ست شهور هتقدر تعزف كردات سهلة جدا وتقدر تعزف مع اي حد او مع اي فرقة. اه بعد سنة او سنتين سنة بالكتير لو اشتغلت يعني هتقدر تعزف صلوهات كمان بالسلالم والبتاع لو انت شغال في سلالم معينة. سنتين هتقدر تعزف كل السلالم وكل الكردات. ويعني اعتقد بعد سنتين المفروض يبقى معاك برنامج او تلات سنين كمان يبقى معاك برنامج فرقة يعني انا بعد تلات سنين بالكامل كنت بعزف فرقة مع ناس ومعنا برنامج من عشرين تلاتين اغنية اتمررنا عليهم وبعرف اتكلم مع الفرقة واتفاهم معاهم وكمان يعني بنعمل ونجود في شوالنا كمان بعد اربع سنين كنا بنعمل الموسيقى الخاصة بيه نحنا موسيقى بتاعتنا احنا وبنلعب جاز لا طبعا الموضوع مش 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 صعب يعني تبقى عازف زي اي عازف تاني في خلال سنة زي اي عازف انت بتشوفه حواليك من الناس اللي بتاعزف في المناسبات والكلام ده كله في خلال سنة ممكن تكون عازف من دول بس اما حاجة تشتغل وتبقى على خط دراسة معينة يعني ما انت ما تجيش تقعد في بيتك وتقول هتمرن على سلم الدومة جير وتقعد سنة تتمرى ايه فاكنا كانت تبقى موسيقي مش هتبقى موسيقي لازم مصدر معلومات على طول تبقى بتشتغل معاه وتجدد وتتعلم حاجة جديدة وكل يوم تتعلم حاجة جديدة وهكذا والاحتكاك مع موسيقيين تاني بيسرع من عملية نوتجر فما تعودش مع نفسك كتير حاول تحتك بموسيقيين تاني اعزفوا مع بعض يا جماعة اعزفوا الفرق اه اعزفوا مع جروب اه هتفرق كتير جدا العصف مع جروب هتشدوا بعضكم هتشدوا بعضكم من باس بسام بس بسام باسم بيقول معلش انا كواحد لسه مبتدق بتاع الجيتار فايدته ايه غير ان يزبط اوتار الجيتار طب ايه الفرق بينه وبين بتاع الموبايل مثلا ممكن اشتغل به وبيقول كمان ان في واحد اه بيعزف في واحد بيعزف برضو قال لي مالوش اي لازمة وبعد فترة مش بيبقى دقيق هو قال لك معلومة وحلوة ومعلومة وحشة المعلومة الحلوة انه هو اه زيه زي اي اه تيونر على فلو انت عندك على الموبايل خلاص ما انت مش محتاج تيونر يعني بس بيبقى سهل واحنا على المسرح لو انا مع فرقة من اربعة خمسة مش هطلع الموبايل من جيبي واتحط الموبايل بقى واظبط الجيتار بتاعي مش اخبير لا ده انا الجيتار بتاعي عامل بكليب راكب فوق رائبة الجيتار من فوق في كل وقت اي وقت اروح دايس عالزرار وبتدي اشتغل ان انا ازبطه واخبالك او ساعات بيبقى في البدالات على الارض بدوس على البدال عشان ازبط الجيتار بتاعي المعلومة التانية انه يقول لك بعد فترة بيبقى اه ما بيبقاش دقيق ده كلام ما سمعتوش قبل كده كلام مش علمي انا عندي تيونرات من عشرين سنة وشغالة لغاية دلوقتي زي ما هي يعني التيونر مش حيبوز يعني او مش ما فيوش حاجة بتخلص يعني او ما فيوش حاجة بتتلف او بيفوت او بيقدم لا ده هو الكترونيا بتعرف على السيجنل بتاعة الجيتار ويحطها على المكان بتاعها ويروح ميدي لك النغمة على الشاشة بتاعته يدي لك النغمة بتاعته ايه اللي انا قبلته بس في موضوع التيونرات دوت ان التيونرات الرخيصة دايما بتبقى يعني ده قطة ماشي معقولة بس مش بتبقى مية في المية وكمان ممكن ما يلقوش الصوت كويس من الجيتار ويديك نغمة يعني غلط فانت برضو اسمع بودنك وانت بتعزف عشان تعرف التيون بتاعك بيخرف تيونر بيخرف ولا لأ اه كل ما كان التيونر دقيق اكتر محترف اكتر كل ما هتلاقي تمنه بقى اغلى يعني التيونر اللي بتتعمل مع البدلات دي بتبقى ادق واحدة فيهم ودي بتبقى مش رخيصة يعني بتبقى التمن بدال يعني فالبدلات المحترفة بيبقى فيها تيونر دقيق يعني اه عشان تستعملهم وانت واقف على المسرح مش محتاج تغير انك انت تحط تاني برا ولكن التيونرات اللي في متناول الجميع كل الفنانين الكبار بيشتغلوا بيها يعني ما ما يعني مش كل الناس بتستعمل التيونرات الدقيقة او بتاعت الاستوديوهات يعني او بتاعت البدلات اللي على الارض سؤال من مؤمن محمد بيقول لو سمحت ايه الفرق بين مقاسات الجتار ولو لسه مبتدأ اجيب مقاس كام اه بالنسبة لو انا فهمت السؤال صح يعني المقاسات بتاعت الجتار ديت اللي هي بتبقى مكتوبة على غالبا الجتارات اللي بيبقى فيها المقطة دي هتلاقي مقاس مكتوب اه اتنين على اربعة تلاتة على اربعة اربعة على اربعة او ما بيتكتبش حاجة خالص لما بيتكتبش حاجة خالص ده مقاسه اللي مقاس واحد بالغ يعني واحد جتار كامل مكتمل الحجم ينفع لأي واحد في اي سن طالما هو بالغ يعني مش طفل الاطفال بيبتدوا من جتارات ما اعتقدش انا شفت جتار اتنين من اربعة لاني ده بيبقى يعني لعبة يعني الجتار تلاتة من اربعة ده مشهور قوي لطلبة المرحلة الابتدائية اللي تحت عشر سنين مسلا بيجيبولهم الجتار التلاتة على اربعة ده الضغط عليه بيبقى خاف شوية حجمه بيبقى خاف شوية لما دي يجي الطفل يمسكوا بيقى مناسب لمقاساته آآ بعد كده لما بيبقى جتار كامل بيكتبوا عليه اربعة على اربعة او ما بيكتبوش حاجة يعني بيكتبو ان الجتار خلاص هتشتري جتار بالمقاس دوت فلو ما لقيتش مكتوب عليه مقاس المفروض ان هو ده المقاس بالطبيعي بتاع جتار يعني آآ التلاتة على اربعة ده بيبقى الطفل فمش هينفعك لما اتعدي مسلا عشر سنين او حداشر سنة مش هينفعك المقاس دوت لانك انت محتاج ساعتها الالة تبقى كاملة عشان تطلع لك كل الصوت وتطلع لك كل المقايز اتمنى ان انا اكون جوابت على على قد ما قدرت من الاسئلة يعني ولو في اسئلة تانية ان شاء الله احنا هنعمل الحلقة دي دوريا كل شهر كل شهر ونص كل شهرين هنعمل حلقة للاجابة على الاسئلة فكل ما تلاقي نفسك اتقدمت شوية وظهرت عندك اسئلة جديدة ما وطبعا هتظهر اسئلة جديدة ما تتكسفش خالص وابعتلي طول ما انت بتبعتلي حتى في الحلقات العادية انا هجاوب على الاسئلة ولكن لو الاجابة اللي هي بتبقى في حلقة دي هعملها ان شاء الله بصفة دولية كل شهر ونص مسلا او كل شهرين هعمل حلقة من دول يعني واشوفكم الحلقة الجاية اشتركوا في القناة